محمد حكيم حرامي تمام؟ في كتاب اسمه Steal like an artist أصرق كفنان فكرة يقول أنه جميع المواد والمنتجات اللي موجودة اليوم عندنا هي ليست مخلوقة من العدم إنما هي تطورات ستيف جابس شاف الآلة حاسبة اللي موجودة عند براون أخذها وحطها في الآيفون ودريج وشوفهم الاثنين زي بعض وحد جيت الوحدة لا بيكاسو نفس الحكاية كان يعمل أنا حرام وأعترف وفخور جدا إن أنا حرامي صراحة أصدقاء مربع رائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثماني حياتك واحدة تجاربك محدودة وسنينك معدودة لذلك نحب القصص نحب نسمع عن حياة أشخاص آخرين عاشوا حياة تشبهنا وما تشبهنا قصص الآخرين تجعلنا لا نشعر بالوحدة ووصول الآخرين لإنجازات ونجاحات يجعلنا نعرف أن النجاح ممكن لهذا كله وحب هذا النوع من اللقاءات ضيفهم لهم عاش حياة ثرية جاء وعطانا السالفة كاملة ضيفي محمد حكيم صعب أصل نفوه بجملة وهو درس هندسة في كهرباء بكالوريوس وماجستير ودكتورة ليعود من بعثة طويلة لأرض الوطن ويبدأ مسار مهني في مجال مختلف تماما مجال كل دراسته فيه كانت أسبوع واحد قبل لا يرجع من البعثة في ديزني بسبب هذا المجال الغريب تدرج في الوظائف حتى جلس مع الوزراء والأمراء وساهم في تأسيس شركات حكومية ضخمة ومهمة جدا ثم يترك كل هذا ويبدأ بداية جديدة قبل ثلاثة شهور بس في مجال مختلف وغريب مجال الإبل محمد حكيم حكاق قصته لكن في نفس الوقت عنده نصائح كثيرة جميلة عملية واقعية مفيدة استمتعت كثير والهمت كثير تعلمت كثير ومتأكد أنكم ستعيشون نفس التجربة أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفا يلا نسوي أرهب حلقة فيك يا ودكاس مربع الله دخول قوي دخول قوي والله دخول قوي صح ولا بنورنا تسادح من الشقيق حبيبي في خوطر هذا أنت رقم 9.588.481 اللي قل لي هذا الموضوع لو أخذ ريال عن كل واحد يمكن أن يكون أغلى من جف بوزراء بيزوز في هذا الموضوع مرحبا نعم ما هي شبهك؟ ما هي شبهك؟ العقل بشكل عام لا يؤمن بشكل عشوائي والدليل أنك لما تشوف سحابة تقول أوه شكل أزال أرنب أوه شكل أزال حصان فبالتالي عقولنا ما تستبعب إلا أن أشوف شخص أخليه في وضع كده عشوائي لا هذا لازم أقربه من شي معي حشان كان دائما نقول تشبه ممثل معين تشبه المشهور المعين تشبه هذا فالحمد لله أنه وصلت أني أشبه لأبو يوسف أحمس قيري أي ما راحت بأشياء ثاني قد تكلمت معاه عن الموضوع؟ أنا وأبو يوسف أصلا أصدقاء يعني أتذكر في 2000 ونهاية 2015 قبلنا صدفة في مكان وبعدها بأقول له سيد أحمد فرصة سعيدة أني قابلت قال والله وأنا كمان حسيت أني بتكلم مع نفسي أنا بنزيمة شفت يعني هو بس من غير لفة الأصابع صحيح يبغالي النحتة ولا والوزن الوزن يعني لا مشغل بي 20 كيلو بين بنزيمة أظن يعني بنزيمة وأحمد شكاري هذا الفيديو شفت الفيديو اللي ركبوا عليه شفته ياس ياس لما صار جيت كاعدة تفكر قلت خاص طب لا أقعد أشتغل هنا أجيب وجهي أركبه على وجهي خلاص ونتهى الموضوع أجيب وجهك ونركب على وجهك خلاص ونتهى أقول للAI شوف تاريخك وتاريخي ونقعة أسو بيوتر ونقعة أسو بيوتر ونقعة أسو بيوتر ونقعة أسو لكم وبعض كان أنت تستني يعني أنا خلال بتاعس أدور أحضر للحلقة عرفت أنه يوم ميلادك في سبتمبر فأجيبت لك هدية مختلفة تماماً عن أي أحد أجيب لك حليب أبل طازج جداً 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 أعلمني أنني لم أكن في حياتي شربت طلحة أجيب لي بلاكسات لم أكن في حياتي شربت حليب أبل من جد؟ يالله يقول لك أن هناك أول مرة فدايما هناك أول مرة لأي شيء لأن هذا الجملة لا يوجد أحد في التاريخ قاله بالإنجليز وهو ماسك حليب نياغ سايف كاف بس حماس هذا حليب لك والشباب أنا أعرف أنه مالح وفيه ساعات يسبب أسر هضم أنا ما حصبه لك كثير حليب أبل جرب حليب أبل طبعاً حتقول بس إي وليه معك حليب أبل يعني هذا موضوع الحلقة تعرف أنا الآن عملي في قطاع الأبل نعم عملك في قطاع الأبل نعم هذا نوق هذا مو نوق بس نوق ترى يسوى التجربة على فكر ممتاز يسوى هذا يعني متى كان في القبل من المزرعة لو يومين بالضبط بسم الله صليب حليب مو مالح حليب طازد جداً توقعت مالح طازد جداً هذا اللي طازد جداً طعمه غريب بصراحة شوي بس والله حليب يعني طعم قوي خلاص الآن لو بطنك لابت فهذا فرصة لي أن أنا بس ليش محمد حكيم عندني ياك؟ فرصة ملك تغيير المسارات فرصة أنا أؤمن بال شوف الفرص في فرصة صدفة رائد أعمال نفسك تقابل مع مستثمر معين فجأة وانت طالع مبنى في المصعد تلاقي قدامك ولكن في فرصة مبنية على قيمتك في هذه الحياة وهي اللي انت تبدأ تشتغل عليها القيمة خلال جميع مدرسة جامعة الكامس اللي انت تحضرها المواد الأونلاين اللي انت تأخذها الشهادات المهنية البكالوريوس الماجسسير الدكتورة عملك وظيفتك علاقاتك هذه كلها في النهاية تبني قيمتك في هذه الحياة علاقاتك هي بعدين بطريقة أو بأخرى سبحان الله تدلك على مسارات معين أنا سبحان الله دنني المسار إلى قطاع لو سألتني قبل ستة شهور هل ممكن تعمل في هذا القطاع أقول لك نعم لكنه أنا أعتبر واحد من القطاعات المهمة جدا في المملكة تاريخنا وأصلا موروثنا من ليس له ماضي ليس له مستقبل فإذا ما حافظنا على هذا الموروث مين إذا إحنا إذا إحنا ما بنينا قصة هذا الموروث إحنا السعودين من يبني هذه القصة مثل ما في ناس اليوم في قطاع البترول مثل ما في ناس في قطاع الحج والعمرة اللي هو هذه كلها قطاعات فريدة في المملكة العربية السعودية إحنا مشهورين أول ما تجي اسم المملكة العربية السعودية عندك بترول حج وعمرة ومكة والإبل والصحرة بشكل عام طيب ففرصة مع رؤية المملكة كمان اليوم كيف نعمل توازي ما بين هذا الموروث وهذه الثقافة وهذه الأصالة والمستقبل الإبل والنيوم كيف تجيبهم مع بعض البيس واحد على فكرة بتبني استراتيجية لقطاع بتبني بتعمل في تصور في مستقبل الإبل لو ما هي مهمة ما ذكرت في القرآن الكريم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وعلى فكرة الإبل تقدر تستفيد من كل شي فيه حليب سنام عظام جلد فسلسلة الإمداد هذه اللي خاصة بالإبل كلها تحتاج اقتصاديات وتحتاج أنك تطالع فيها بمنظور جداً مختلف واليوم الحمد لله عندنا مظلة الرؤية فكيف نقدر نوظف المستهدفات والقطاع الخاص والقطاع الثالث وتوليد الوظائف وكل الأمور هذه كلها في هذا القطاع فأنا عندي جملة كده في بالي دائما أرددها بيني وبين نفسي الإبل بالنسبة لي أنا is an icon reposition فإحنا بنعمل repositioning للآيكون هذه الموجودة عندنا ونتميز فيها أحكى عبك بالعربي والإنجليزي أكيد طبعاً الأبل كيف هذه ترجمة؟ أيقونة بنعمل لها تموضع جديد وإيش المظلة اللي تعني بهذا اليوم المظلة الحكومية اللي تعني بهذا الموضوع هي نادي الأبل نعم أنا أشوف كده نادي الأبل بس ما أدري النادي الأبل الهدف الأساسي منه من الأمر الملكي في تأسيسه هو العناية بالعبل ثقافياً وتراثياً واقتصادياً وفي مجالات مختلفة منها تنظيم مهرجان ملك عبدالعزيز الإبل وأمور أخرى أغراض أخرى واليوم أنت شفت مثلاً عندك صندوق الاستمارات العامة البي آيف عنده شركة خاصة وعنده الآن فيه براند جديد خاص بحليب الإبل يعني فيه فيه فرصة موجودة في هذا القطاع وقطاعات أخرى كثيرة في المملكة الحمد لله عجيب يعني هذا قصة القبل بس اللي بغى تشوف محمد حكيم كيف وصل إلى هنا يعني أنت درست هندسة كهربائية صحيح إيش القصة كيف ليش دخلت عصن بكاليرس هندسة كهربائية شوف أنا أبغى الحلقة هادي صراحة لكل شخص اليوم لما يقراها لما يشوفها ويطالع فيها أنا بطبيع حكواتي أحب حكي أما ستوري تلر القصص الي اليوم أنا بنتحنتكلم فيها إن شاء الله هي قصة شاب ماهو دافور عائلة متوسطة الوالد رحمة الله عليه والوالدة عندهم قيمتين جداً مهمة الوالد كان عنده قيمة التعليم مهمة جداً الوالدة قيمة الأخلاق عندها كانت مهمة جداً فدومي جد وهذه اللي موجود في جميع يمكن أغلب بيوت اليوم في السعودي كيف دخلت الهندسة الكهربائية اسألني إيش تخصص والدك حقول لك هندسة كهربائية ومن هنا نعرف كيف أنا دخلت هندسة كهربائية الفرصة لما أنا تخرجت من الثانوية معدلي كان تقريباً 95 شوية بالعنية ترى أنا حقول الأشياء هذه عشان الله الناس تقول آه والله 100% لا أنا أنا من 100% 95 شوية وقتها كانت نسبة جيدة تأهلك إنك تدخل أهم كليتين في جامعة الملك عبدالعزيز في ذلك الوقت اللي هي كليت الطب أو كليت الهندسة فعلاً قدمت في كليت الطب وأتذكر وأنا خارج خلاص من مسرح التقديم أنه كان في الخيمة الرياضية على هذاك الوقت بالملفة العلاقة الأخضر إن كنت تذكروا ديك الأيام الوالد قال لي كان معاي الوالد أيضاً تعرف حيانا الوالد إيلا اليوم مع الولد ولا البنت يروح معه قال لي خلي نقدم كمان في الهندسة قلت خلاص ما يحتاج ما تبقى أخذ هو الأوراق وراح وحطها في الهندسة الله سبحانه وتعالى ما كتب لي أني أتوفق وأتخصص وأمقبل في كليت الطب مع أني أشتست الاختبار وعملت المقابلة الشخصية لكن يبدو في المقابلة الشخصية ما أشتستها والحمد لله اليوم أقول الحمد لله أني ما أشتستها لأنه اليوم أنا ما أنفع أكون طبيب حتقول لي كيف أعرفت أن أنت ما تفعل تكون طبيب موضوع أنك تقول لي تعال أون كول وتعال في الليل الموضوع العطاء أعشق العطاء لكن العطاء مو بس في الطب العطاء في تخصصات مختلفة اليوم أحيانا ترى ممكن أنا لو شف دم دم قدامي مو أدوخ بس يعني ما أحب أشوف دم وأفتح وقفل وأفعل بالأمور هذه كلها فتخصص الطب اليوم يعني مو اليوم تحديدا بس يعني بعد ما تخرجت وذا استوعبت أن ما هو التخصص المناسب بالنسبة لي على ذيك الفترة ما كنت أعرف بعدها انقبلت في تخصص الهندسة والهندسة أنواع يعني ما أبغى ما أبغى إحنا حقون الهندسة الكهربائية نتفشخر ولكن أقواها ويمكن أصعبها هو الهندسة الكهربائية قصة أنه كمان الوالد كان في الهندسة الكهربائية فقلنا ابن الويز عوام فدخلنا في الهندسة الكهربائية جامعة الملك عبدالعزيز بس هذاك الوقت ما تدري أن تهندسه الله لا أعرف لا هندسة ولا أعرف طب ولا أعرف اقتصاد ولا أعرف إدارة ولا هي خلاص هندسة ركز في الهندسة يلا شباب نحاول نجيب أعلى معدل في الهندسة والحمد لله ساقنا الله سبحانه وتعالى أنه بعد 4-5 سنين تخرجت بمعدل يعني جيد اللي هو ما كان خمسة أيضا نحن المعدل من خمسة كان 4.4 شغلة والحمد لله ولو عاد بي الزمان تقول لي هل بتعيد نفس لهذا قل لك رجعني هذاك الزمان بس أعطيني عقلية اليوم ونعم راح أرجع وأدرس هنسة كهربائية وممكن أدرس هندسة شي ثاني لأنه الهندسة ميزتها يعني اليوم أنت تقول بس أنت اليوم ما تشتغل في الهندسة بس الهندسة ميزتها تنظم تفكيرك تعطيك لوجيك ومنطق في طريقة تفكيرك هذا الأكثر شيء أنا استفدت من الهندسة وهذا يبرر شوفت نفس المهندسين على كل البشر الثانيين يعني إلى حد ما إلى حد ما ممكن لأننا منطقيين أكثر ولكن يبقى الصراع الأزلي ما بين إيش أفضل تخصص ما في تخصص أحسن من تخصص صراحة اليوم ممكن طباخ يكون راتبه وشهرته ويبداعه أكثر من أحسن مهندس موجود أو فنان في مجال معين أو مغني في مجال معين أو قارئ قصص أو مؤلف كتب في مجال معين أو طبيب في مجال معين ما هي بالتخصص أبداً ولا هي بالدرجة العلمية هي بالتخصص وبالدرجة العلمية وبالمهارات وبالشهادات المهنية وبالشخص نفسه بس كيف تعرف أن الشخص مهندس يبان هو بيقول لك على طول هذا رقم واحد وحيانا سبحان الله يبان على أشكالهم هذه نقطة شكراً على طول بيقول لك من أول خمس ثواني لا خمس ثواني البترول نحن بعد سبع ثواني المهندسين خلص البكالاريوس خلصنا البكالاريوس ملت ماجستير وفي الهندس الكهربائي في الهندس الكهربائي نعم شوف قصة الابتعاث مو كثير عرفوها أنا بعد قبل الابتعاث سوري قبل الابتعاث أول ما اتخرجت من الجامعة جلست شهر في البيت طبعاً هذا كان مؤرق الوالد بشكل مرة كبيرة إنه هذا كيف هذا الشيء جالس لي كده في البيت فبمكالماته لا لازم يشتغل لازم يشتغل لازم يشتغل وعلى هديك الفترة فلقيت وظيفة معينة في مكان معين بس أخذتها بشكل مرة مؤقت وأنا أصلاً كنت أخذها بشكل مرة مؤقت على أساس أنها تكون زي ما تقول عبارة لشيء أكبر اليوم أنا حفصح لك بأشياء ترا في كثير ما يرفوها هذا كان في أواخر 2004 فجأة في يوم من الأيام وأنا في المكتب كلمني الوالد أفينك؟ والله في المكتب خلص وتعال المكتب يا أحتاجك والله فعلاً رحت أذيك الأيام قال لي تعال اقرأ الخبر كان خبر صغير في جريدة مكتوب بداية ابتعاث اللي حملت شهادة الهندسة والحاسم فقال لي أقرأ التفاصيل وروح قدم فكانت الفكرة أنه وزارة التعليم العالي في هذاك الوقت فيه اتفاقية بينها وبين جامعة في كندا وهذه الجامعة مشهورة بتخصصين الرياضيات والهندسة والاتفاق كان أنه نبغى نبتعث عدد من الطلاب في مجال الهندسة والحاسب لكم لدراسة الماجستير من بين أكثر من 200 مرشح تعمل لهم مقابلة شخصية أتذكر على هذيك الأيام كان في ثلاثة جامعات جامعة ملك أبدالزيز جامعة ملك سعود جامعة البترون فعميد كلية الهندسة في جامعة ملك أبدالزيز مع عميد كلية الهندسة في جامعة البترون مع عميد كلية الهندسة في جامعة الملك سعود كانوا بيعملوا هم المقابلات الشخصية مع المرشحين والحمد لله الله ساقني إنه كنت من بين الخمسة عشر شخص اللي يختيروا للإبتعاث في مدينة ووترلوب وفي جامعة ووترلوب في كندا. الآن مدينة ووترلوب على هداك الوقت كان صيطها عالي جدا ومشهور جدا لأنه هي المدينة اللي كان فيها مصنع البلاك بيري في هداك الوقت حسنا نتكلم على عام 2004 وبلاك بيري 2004-2005 كان هو هو الآيفون حق اليوم فالحمد الله بدأت في بداية 2005 الإنجليزي وبعدها سبتمبر 2005 بدأنا دراسة الماجستير فكان لازم يكون في مجال الهندسة وطبعا بما ينه مجال الهندسة كهربائية كان في الهندسة كهربائية بس التخصص الدقيق كان مختلف اللي هو الاتصالات اللاسلكية بس هنا خيرنا يعرج على قصة ثانية حصلت بالتوازي مع هذه القصة في نفس هذا الوقت بدأت أقدم على شركات ثانية ووظيفة ثانية غير اللي أنا موجود فيها ووحدة من هذه الشركات كانت شركة عملاقة جدا هي أحد الأمنيات للشباب السعودين المتوظفية اللي هي السابق وعملت المقابلة الشخصية الأولى عملت المقابلة الشخصية الثانية عملت المقابلة الشخصية الثانية والحمد لله انقبلت في الوظيفة وأتذكر إلى اليوم تعرف في محطات كذا في حياة الإنسان ما ينساه يتذكرها فأتذكر مكالمتي مع السوبرفايزر كيفك محمد؟ شخصية أخبارك إن شاء الله طيب خلاص إن شاء الله بداية السنة رح تكون معانا ودا وقتها أنا انقبلت في الابتعاث كمان وقالوا لي خلاص بدأنا أوراق الابتعاث تعرف نتذكر قيمة الوالد الأهم اللي هي التعليم فسألته قلت له يعني بشمونديس أنا عندي طموح إني أكمل دراسات عليا فودي أعرف بس وصراحة ما أعرف كيف طلعت هذه طريقة الكلام بيني وبينه والمحادثة بينه وبينه لأنه في هديك الأيام كنت أعيش في جلبابي أبي في مظلة والشدو والظل تبع الوالد يعني أي شيء تعرف صدر الوالد إحنا كنا تعمل سوي تفعل هذا طبيعي في هذاك الوقت فقلت له الله أنا عندي رغبة كبيرة جدا إني أكمل الماجستير فكيف طريقة هذا؟ فأعطاني طبعا الستيريوتايب والانطباع المعتاد في الشركات الكبيرة إنه طبعا أكيد ولكن هذا يعتمد على البرفورمنس تبعك أو يعتمد على تقييمك وإذا أدت واجب وقتها عرفت الشيء الثاني إنه أول ما تيجي كذا تقول لي أنت موافقين عليك بس لازم واحد واثنين وثلاثة عرفت إنه هذه ما هي رغبتي أبدا في هذا الموضوع فقلت له والله أنا أعتذر أنا الآن أمامي فرصة إني أطلع ابتعاث وأدرس ماجستير وفي جامعة مرموقة في كندا على كلامك اللي أنت تكلمت معي فيه سنتين وثلاثة سنين إلى أن أصل إلى هذه الخطوة أنا أعتذر منكم وقت أقل لي مو من حقك وكيف وليش هذا اللي سابك وليه تسوي كذا وإحنا خلاص قبلناك فرصة وجاتني يعني في النهاية فرصة جاتني قيمت الفرص هذه الفرصة بالنسبة لي في الوقت الحالي أفضل طبعا حتسألني هل فعلا كانت الفرصة ذيك بالنسبة لك أفضل حقول لك والله ما أعرف بس عرفت إنه الوالد كان مصر إنه هذه الفرصة موجودة اليوم خلاص سافر وأطلع أفضل لأنه قيمته هو في التعليم كانت جدا عالية نرجع لموضوع اللي بتعاث أتذكر يوم 23 فبراير 2005 كانت أول وصول لي لدولة ما أعرف فيها ولا شيء وأول مرة في حياتي أزور كندا وأتذكر أخذت قالوا لي إنه شتن فأخذت معي جو كيت وأتذكر طالع من المطار هذاك اليوم خين أقوله كذا باللغة الحجادية فحني الهواء البارد رجعت المطار فر ثاني عشان أتدفه من كثر مكان الجو بارد كانت أول يوم لي أشوف الثلج ومن هناك بدأت وحدة من أروع وأعظم التجارب الشخصية أنا أقول حياة الإنسان بشكل عام تعرف بالمحطات اللي مور فيها من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة أنا الحمد لله في عندي يمكن ثلاثة أربعة محطات هي اللي شكلت محمد حكيم اليوم المحطة الأولى كانت في عام سبعة وتسعين وثمانية وتسعين لما الوالد والوالدة قرروا أن هذا البني آدم لازم يتعلم إنجليزي بشكل أفضل رحت إلى مدرسة داخلية في أمريكا لمدة ستة أسابيع في فصل الصيف اسمع كوشينغ أكاديمي هذه كانت بالإنجليزي يقولوا فتحت عقلي إلى عالم لأني تعرف كانت المدرسة البيت الأصدقاء محددين جدا ينعدوا على أصابيع اليد الواحدة فبدايت بعدها أشوف أنه لا كون صداقات من ناس مختلفة سرت أعتمد على نفسي أكثر كان لي مبلغ معين أنا اللي أتحكم كيف أصرفه وكيف الأمور هذي وترام في نفس الوقت وتصعى في نفس الوقت سلام عليك فعلا كانت عسكرية كنا نسحة كنا نسحة الحصص تبدأ الساعة ثمانية الصباح الفطور من الساعة سبعة إلى الساعة سبعة وخمسة واربعين الساعة سبعة وستة واربعين ما في فطور بعدين في عندك ثلاثة محاضرات وبعدين غدا وبعدين محاضرة أو تخلص أربع محاضرات وبعدين الغدا فأنت اللي تختار أنت اللي تختار إيش بعد ما تخلص الإنجليزي كانوا يعطونا اللي هي النشاطات الخارج الدمام أنت اللي تختارها سواء كانت الرياضة ولا تتعلم زيادة بعدين الساعة ثمانية في الليل الكل لازم يرجعوا غرفته علشان يبدأ يذاكر لمدة ساعتين وبعدين لازم 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 الكل يطف اللمبات ولازم الكل ينام فكانت فعلا أشبه بموضوع العسكرية والالتزام هذه المحطة الأولى المحطة الثانية كانت الجامعة جامعة الملك عبد العزيز والشباب اللي تعرفت عليهم في هذا الوقت وكيف أنت تعتمد على نفسك اختلاف المدرسة عن الجامعة المدرسة أنت كأنك في مصنع أولى ثانية ثالثة متوسط ثانية خلاص فيه نفس الأصدقاء نفس هذا إلا لو غيرت المدرسة ولكن النظام ثابت لكن في الجامعة إذا ما جيت المحاضرة ما أحد يقول لك أنت ليه ما جيت المحاضرة هي في النهاية أنت اللي تمسك زمام الأمور وهنا يبدأ الشخصية الداخلية عادة تتحكم هل أنت تكون متسيب ولا متحكم ولا متزمت ولا كيف الطريقة لتعامل معها والمحطة الثالثة طبعا للإبتعاث والمحطة الرابعة اللي هي العمل اللي مرت فيها يعني أنت كذا حمستني على المدرسة الداخلية بس خلينا نمشي بالسياق الطبيعي داي أنا ما بتعثت ما أدرست بره يعني أنا ما أدرست أصلا يعني بس هذه القصة بس دائماً للمبتعثين أحس عندهم مشاعر كذا عاطفية لما نقول لأبتعاث إيش سر هذا العاطفة لأبتعاث عند المبتعاثين لأنه فيه اكتشاف شخصية لأنه تخيل أنت اليوم اللي تترك فيه السعودية وتجلس على كرسى الطيارة وأنت رايح لمكان ما انت عارف إيش هيصير هذا وانا بتعث لدولة بالانجليزي لسه في ناس بتعثوا لدولة بالفرنسي فيه ناس بتعثل لدولة بالصيني فيه ناس بتعثل لدولة بالكوري وقيس أو بالألماني أو غيره فأنا لغة الإنجليزية في هاتاك الوقت كانت ممتازة بحكم المدرسة الداخلية شاهدت الحين الترابط الناس حدودها تفهم بحكم أيضاً الجامعة دراستنا كانت أغلبها بالانجليزي إلى أنه درسنا ستة شهور الإنجليزي الأولى بس علشان تعرف موضوع الآيلت والتوفل ولازم فيه مينمم أو حد أدنى من عشان تدخل الجامعة فاليوم المبتعث بيطلع على مجهول ما هو عارف كيف يدبر نفسه ما هو متعود دائماً إنه فيه أحد يخلص له أموره خصوصاً البنات في ذاك الوقت كمان يعني اليوم مع التغيير العظيم اللي بيصير في المملكة اليوم أنت بجوالك كل شيء ممكن تنهي لكن على هذاك الوقت كان لازم أنت بنفسك تنزل كان لازم أنت تعمل كان لازم وهذه الأمور كلها لكن تخيل أنت من أول ما تكون في الطيارة بين السعودية إلى أمريكا إلى كندا إلى بريطانيا أو غيرها من يوم ما يعطوك الورقة لما تقرب من الدولة هذه اللي أنت تعبيها واللي أنت ما أنت فاهم أصلاً اشتعبي تمام؟ وانت لازم تعبيها بشكل مرة كويس ولا أول ما حتوصل هناك موظف الجوازات هيمسك نقول لك الله أنت اللي كاتب خلصاً لو أنت جايب معك لحم وتونة وحليب وجمناك أسات والحرام الطحينية والندوم هذه كلها فالمبتعثين دائماً بالنسبة لهم حياة الابتعاث حتى الناس اللي درست خارج مدنهم يعني مثلاً اللي كان في جدة ودرس في البترول أو اللي كان في الرياض ودرس في البترول أو درس في جدة أو العسكريين اللي راحوا للشمال والجنوب أو غيرهم دائماً لما تذكرهم بهذه الفترة يحنوا لها لأنه فيها صار اتصال بينهم وبين شخصيتهم ومنها اتولدت شخصيتهم الجديدة الابتعاث هو ولادة لشخصية جديدة تعلمك الصبر تعلمك المرونة اليوم جيب لي مفتعث مثلاً خير نقول مبتعث انتهى ابتعاث ورجع جد تبوك الرياض الباحة أي مكان وفجأة قلت له والله تحتاج جاتك عرض وظيفي في نيوم على سبيل المثال هاي يمسك الشنطة ويمشي ما عنده لا بس كيف أسيب أهلي ما هو بايع لكن صار عنده مرونة جداً لأنه انت في الابتعاث تبتعث على مدينة كبيرة واشنطن نيويورك لوسندولس ترونتو لندن أو غيرها لكن قبول الجامعة نفسه مشرط يكون في هذه المدن الكبيرة ممكن يكون والله في هاليفاكس في كندا ممكن يكون في أورلاندو فلوريدا ولا في تكسس في أمريكا فبالتالي اش حصل لما شنطك وتنتقل إلى لقمة العيش خلين نقول على هذاك الوقت اللي هي الدراسة عشان تكمل غير طبعاً أنه انت مسؤول عن أنك تطلع شريحة جوال انت مسؤول عن أنك تعمل العقد الخاص بإيجار بيتك انت مسؤول أنك تسكن مع عائلة كيف طريقة التواصل بينك وبين العائلة العائلة انت تساكن معاها اليوم فرضاً عزك الله والمشاهدين عندهم كل انت متعود أصلاً على قول عادي الإمام أسد أنا خف من كلب ومطلالي أسد فانت متعود على هذا الموضوع بعض الوجبات محرمة علينا أكلها دينياً في هذه الدول فكيف تبدأ تطلب انت أصلاً رايح لمكان لغة ما تعرف طريقة التواصل اللي بينك وبين الناس عشان كده الابتعاث فيه فعلاً ترى يعني تجارب تسقل الإنسان حتى أخلاقياً أتصور أنه فيه ثقل كبير على الجانب الأخلاقي لما أنت تكون في بلد محافظ وبين أسرتك وحيك وناسك وأهلك وكذا بعدين فجأة تكون في بلد غير محافظ كل شيء فيه مفتوح مع ولا حد يعرفك هناك وأقرب الأقربين لك يمكن بيعمل سلوكيات غريبة أنت ما أنت متعود عليها فبالتالي كيف التأثير هذا تسوي عليه بلوك بسبب الوازع الديني بسبب الوازع الثقافي بسبب الوازع الأسري بسبب هذه الأمور كلها التحديات الصعبة هذه كلها كيف أنت بتتحدى نفسك مع جميع المغريات ما حد يدور وراك تفاهم علي ترى هذه يعني أكبر تحدي اليوم ما في حد يدور وراي ما حد يدور وراي في الجامعة ما حد يدور وراي أوكي ممكن الملحقية اللي هي المسؤولة عند الطلب المبتعثين هناك إن غبط فترة مرة طويلة يبدوا يسألوا ليش وكيف والأمور هذه كلها وفيه تقارير دولية لازم ترسلها والأمور هذه كلها بس فعلا جميع المبتعثين صراحة وهذه شهادة حق أقول أنا عشت عشر أسنين في كندا وكان عندي لي الشرف أني اختلطت مع عدد كبير جدا من المبتعثين صراحة يعني الشباب والبنات اللي كانوا معي فترة الابتعاث واللي الآن مبتعثين واللي إن شاء الله حيبتعثوا تجربة اللي عاشوها تجربة عظيمة وفعلا مثلوا البلد بطريقة رائعة جدا وعددنا كان كبير جدا والسلبيات كانت قليلة جدا 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 بالأمانة فلهذا السبب الابتعاث دائما لو مكانا في قلبي أنا خاصة محمد حكيم وفي قلب أيهم ابتعاث أيضا طفرت في كندا أوه يعني ما أحكيك في عام 2009 بعد ما خلص من من ووترلو وأخذت الماجستير كان السؤال طيب now what ماذا الآن وتعرف وقتها تخرجت في 2008 وقلت أنا ودي أشتغل في كندا أخذ الخبرة الكندية وأخذ الخبرة في العمل خلاص كفت رأسها باكالاريوس وماجستير لكن وقتها كان في الأزمة المالية في 2008 والفاينينشل كرايسس فكان في عدد كبير أصلا من الكنديين والشركات أصلا اللي هم يسموها اللينغ آف يعني بيمشوا الناس فما كانت الفرص الوظيفية متاحة على هذاك الوقت لكن خلين أقول لك كيف سويت قدمت على الدكتوراه قلت يا عمي خلاص مدام ما هي ضابطة أنا خلين أقدم الدكتوراه ما أبغى أرجع أبغى أكمل أبغى أعيش الحياة الكندية أكثر مو أبغى أكمل دكتوراه عشان أبغى أسير دكتوراه وباحث وهذا وهذا مهمة أنا أبغى الناس تعرف هذه القصص وهذه التفاصيل الصغيرة عشان لا يقول واه والله هذا إنسان عظيم كان عارف شي أنا ما كنت عارف شي أنا خلصت الماجستير فرصة أمامي دكتوراه إن نعمل ترقية للبعثة وأكمل فرصة أمامي إن أقدم على وظيفة وأجلس في كندا وأخذ خبرة وفرصة إن أرجع السعودية أنا اخترت الفرصة إنني لا أبغى أجلس أخي إنني أحاول من دارة الهجرة الكندية كان أموري طيبة إني أقدر أقدم على حاجة اسمها الورك بيرميت اللي هو الإذن بالعمل أو الإقامة العملي لأنه كنا نحن على إقامة الطالب ما تقدر تشتغل فيه فكان عندي هذا الخيار فقلت خلاص خليني أقدم وأحاول وفعلاً كلمت وحاولت وهذا ما حصل إني أتوظف في شركة معينة قدمت على الدكتوراه والله سبحانه وتعالى وفقني إني أنقبل في جامعة في مدينة تورنتو لكن في نفس الوقت قلت أنا كان في هذاك الوقت صراحة في شوية لخبطة كده بيني وبين نفسي وبعدها بدأت أتابع توني رابينس وعلم الطاقة ويلا وأطلق العملاق الذي بيداخلك وامشي فوق النار وأسوي الحاجات هذه فقلت أبأشتغل مع الدراسة أبأشتغل يعني الطلاب المعروفة هذه الثقافة في أمريكا وكندا بالذات أنه البنت واللي الولد 16-17 سنة خلاص يبدو اعتمدوا على نفسهم يروح يشتغلوا مكدونالز بستارباكس وغيره فأنا اشتغلت توقع اشتغلت في أرماني إكسجينج في أكبر سوق في داونتاون تورنتو اسمه The Eaton Center اشتغلت يومين بس وفصلوني اليوم الثالث ليه قالوا لي أمشي اليوم الثالث لأنه ما جاءت الورقة اللي هي الوورك بإذن العمل ما جاني كان وقتها معني مقدم عليه لكن أتأخر فقالوا لي والله إحنا ما نبغى ناخد هذه المخاطرة إذا جاءك يرجع لن لكن ثاني يوم كنت البائع رقم واحد في أرماني إكسجينج وأتذكر عائلة باكستانية جوا اشتروا مني أشياء مرة كثير وقتها الأب جاني وتكلم معايا بشكل خاص تعرف أحيانا زي أنا هنا بايا سعودي قم الأب ولا الأم تتكلم معا بشكل شخصي كده فسأني انت من فين قلت له من السعوديين قال لي سعودي وتشتغل في الـ Eaton Center قلت والله أنا طالب صراحة شغلي ما هو للفلوس بشكل أول إي وأبغى فلوس صراحة لأنه تعرف أنت لما تشتغل لك الراتب ولقي يعني من المبيعات لك نسبة فقدت ولكن كمان أبغى يعني الفلوس وأبغى كمان يعني شوية أتعود وأجرب شي جديد أبغى أجرب شي جديد قال لي شوف يا ابني قال لي أنا شايفك احنا جلسنا طولنا في المحل ودعو وانت كنت بتشتغل معنا قال لي هذه الشغلة ما هي لك إنك تبيع إن شغلك إنه أنت تمتلك المكان الله فتقول لي والله أخذت هذا الكلام وألهمت وجلست وبعدين بعدها فتحت وسألها والله ما سوت ولا شي لكن بعدين هذه القصة سألت لما أطالع وأشوف هذا الشخص هذاك يعني شاف شي أنا ما كنت شايفه في ذاك الوقت اليوم أنا شايفه إنه أنا في عندي مهارة الإكسبيرينس أنا أعشق التجربة وأعشق إني أعيشك في تجربة مختلفة شكرا جيبت لك حليب قبل أبغى أعطيك شي مختلف أحب أطالع في هذه التفاصيل بعدين أقول لك هادي كيف غيرتني لاحقا واكتشفت أكثر لاحقا المهم خلصنا من اليومين اللي في أرماني إكسجينج جاتني الورك بيرميت أو إذن العمل مرجعتا لهم مرة ثانية طلعت الدكتوراه يعني أصعب من أن الواحد يروح يدور على العمل في الدكتوراه أمانة في الدكتوراه طبعا نظام الدكتوراه هو كالآتي تخلص مواد بعدين في عندنا الاختبار الأول أو اختبار التأهيلي اللي يحولك من ستودنت إلى شيء اسمه بي اتش دي كاديدت من طالب إلى مقدم دكتوراه خلينقول أو خلينقول موظف دكتوراه على سبيل المثال هذا الاختبار جزئين اختبار اختبار تحريري والاختبار البرزنتيشن أو العرض اللي انت إيش هتعمل في البحث الخاص فيك أنا وبكل فخر وأقولها اليوم وبعد من هذاك الوقت يمكن أكثر من عشر سنين والحمد لله قد أسجل اني رسبت في كل شيء في هذول الاختبارين رسبت في الاختبار التحريري رسوب مع مرتبة الشرف ورسبت أيضا في العرض الخاص بالبحث ليه؟ هتقول لي ليه رسبت؟ ما كنت أبغى كده عارف وهدي لو اليوم طلاب أو اليوم أعضاء هي التدريس أو الحاملين درجة الدكتوراه بيسمعوني هيقولوا إيه والله في الدكتوراه تبدأ الحماس إنين ما تخلص من المواد وبعدها تدخل في كهف الدكتوراه الكهف المظلم اللي فيه أسئلة طيب أنا اللي بأسوي صح أنا اللي بأسوي غلط يا أخي أصدقائي اللي كانوا معايا في الجامعة وفي الثانة ويشوفهم الآن اللي مدير بنك واللي مدير في مكان واللي عنده بيت الساعة طالب وأنا إيش قاعد أسوي في نفسي وأنا إي أنا دخلت نفسي في إيه هو في إيه وبأعمل إيه والدنيا إيه والأمور هادي فما كنت مستوعب إيش الاختبار هذا فما أدر أسلوك بكل بساطة مدخل يعطيك مخرج مدخل سيء مخرج سيء مخرج سيء هذا هذا اللي حصل نرجع للطفرة على هذاك الوقت أيضا أموري المالية ما كنت أعرف أتحكم فيها كان أجيني راتب من الملحقية وأيضا أحيانا كنت أرجع دائما إلى القوة المالية اللي عندي والوالد والوالدة والاعتماد اللي هو والله إذا احتشت أي شيء فيه دائما فيه سبورت ودائما فيه مساندة طبعا صرفيات أنا يمين في شمال والراتب ما يكفي والأمور هذي كلها فأتذكر في فترة من الفترات صحيت من النوم ما عندي فلوس حساب صفر بطاقة الاعتماد الكريدت كارت على الحد الأعلى فطبعا أستعين بصديق الوالد قاله السلام عليكم وكيفكش أخبارك طيب لا يحتاج ألف دولار قال أنت ما تتصل علي إلا لما أنت بفلوس أنت تدبر نفسك تركرك سمع أنا المرات الماضية كنت أطلب بس فيه عندي المرة دي أنا من جد أحتاج فطبعا أول ما الوالد على طول هذا تروح تكلم مين تكلم القلب الحنون قالوا يا القلب الحنون السلام عليكم ولكم السلام ترى والله أنا من جد محتاج وما عنده قال الله قاعدني أنسى طب يا جماعة خيرت مئة دولار ملازمة طب خمسمية طب مئتين طب يعطيني هي قرض ورجاله هي زيادة طب أي حاجة في أي محتاجة أبدا أنسى أصلاً يقول كيف طالب عنده سيارة طبعا الجامعة يأخذ يركب المترو هنا وقتها سبحان الله كنت ناقل دوي من هذه المدينة لمدينة جديدة فأغلب أشياء كانت في الكاراتين والبوكسز فطلعت كده حولي فعلياً ترى ما عندي فلوس يعني مو أنه والله عندي 20-80 دولار ما عندي فلوس ما عندي تماماً صفر فأتذكر نزلت حتى بدي أفطر فتحت الثلاجة أنا كنت ساكن في بيت إحنا كنا أربعة في البيت فأفتح الثلاجة يعني إحنا كنا مرتبين الرفوف أربع رفوف لي أنا والبقية اللي معايا في الهاد وتعرف هناك الثقافة حقتهم الشي حقي لا تمسكوا فأنا كان الرف حقي فيه نص بصلة لا تزعلني ليه فيه نص بصلة ويمكن نص عصير وشيء طب أنا ما فين أكل فأش سويت رح تأخذ بيضة من الرف اللي تعدو وتستايا من الرف اللي بعدو وشيء كده بس حقت الفطور بدنا طلعت الغرفة مرة ثانية وما أقول لك والله جاني الإلهام وما أدري إيه والكلام ده بس قلت طب أنا نحن يعني إيش حسوي أنا أبقى فلوس فطلعت حولي لقيت إنه الأغراض اللي هذا لسه ما فتحتها ولا فكيتها من الكراتين فأتخذ خينها بيعها ودخلت على موقع من المحلات اللي تشتري الشيء لقيت موقع قريب مني فعلا والله حطيت كل أغراضي في السيارة جاي أبركب السيارة ما فيها بنزين إلا شوية يعني عارف اللي هي فرحت أتذكر أنا بيتي كان على على تل فرحت نزلت السيارة كده بديت طريقة على أساس إنه لو ترفعت لهذا رح يفرق إنه هتتحفة بنزين لذاك الوقت رحت إلى محل معين وجيت أبغى بيع الأغراض فاتفقنا على وقال لي بكم تبغى دي الأغراض طولة 300 دولار قال لي ما عندي إلا 70 دولار أي دي الأشياء في المفاوضة وقتها كنت سيئ جدا فرضيت برضى بالقليل ولا هذا وفعلا طلعت الأغراض وأنا و هو وشوفنا إن كلها بتشتغل والأمور هذه كلها وقتها أخذ 80 دولار وهذه كانت أول 80 دولار أخذها على قولا من عرق جبين لكن هذه أعطتني قيمة هذا أنت ماجستير أو الدكتورة؟ خلصت الماجستير وأنا في الدكتورة بعدين رحمة الله عليه الملك عبد الله الله يزاء ألف خير وكل العاملين صراحة في قطاع التعليم والابتعاث في هذه الفترة صار في زيادة في راتبنا للمبتعثين بشكل عموم لكن اللي استفاد أكثر شيء كندا وأستراليا حكم صرف العملة كانت دولار أمريكي كندي بالضبط كان أول دولار أمريكي بعدين تحولت إلى دولار كندي ثبتوا سعر الصرف فصار راتب المبتعث في كندا جيد خصوصا لو عندك إدارة مالية جيد ومن بعدها من بعدها من 2010 إلى اليوم نفس الطريقة اللي كنت تتبعها في طريقة الادخار والأمور هذه أتتبعها إلى اليوم يجيني الراتب كيف التوزيعات اللي بتصير كيف الحسابات اليوم أضفنا عليها موضوع الاستثمار الحمد لله بحكم قنوات الاستثمار العديدة اللي موجودة اليوم والحمد لله يعني الأمور إلى الآن ماشية في طريقنا إن شاء الله بنشك طريقنا بجي بجي لهذه هذه ما أنا أبغى نتجاوزها نقطة بس أنت الآن مبتعد في كندا تدرس دكتورة وكان عندك نشاط على السوشال ميديا وقتها صحيح تطلع في سناب ولا إيش كان وقتها صحيح بداية سناب شوف أنا عاصرت بداية فيسبوك أتذكر في 2006 كنت أدخل المكتبة العامة في جامعة ووترلوب وكل شاشات زرقة لأنه كان وقتها مارك زوكربيرك فقد بدأ في جامعات فيسبوك في هارفورد بعدين بدأ في الجامعات الأمريكية بعدين بدأ وتوسع في الجامعات الكندية فإلى اليوم الفيسبوك أكاونت تبعي بالإيميل الخاص بجامعة ووترلوب فبداية الفيسبوك بعدين بداية إنستجرام بعدين بداية شوف هذه كلها بتمر قدامي ولا جاء في بالي إن أطلع واحد من كان سويتالي أنا سوشال ميديا والتالي موضوع فبداية السنابشات هذا ومن هذيك البدايات كنت أطلع على السوشال ميديا وكلامي كان كله عن الابتعاث وكيف تلاقي قبول وكيف الجامعة وكيف الأمور هذه كلها وكنت أعطي توكس ومحاضرات مختلفة للمبتعثين في المدن البداية كيف كانت بعد الثلاثة سنين اللي في ووترلو من 2005 إلى 2008 وانتقلت إلى مدينة جديدة تورنتو تورنتو كانت مدينة كبيرة فكانت هي زي ما تقول المحطة الأولى للمبتعثين وعام 2008 كان الانفجار الكوني للابتعث يعني كان إذا كان أجدادنا وأبهاتنا عندهم الطفرة الاقتصادية في هذه الفترة جيلي أنا قبل 2004 2005 7 8 طفرتنا كانت التعليم والابتعاث فكان الكل يطلع ابتعث طبعا أمريكا كانت بحكم حجمها وكبرها كانت هي لها النصيب الأكبر لكن كندا أيضا كان لها النصيب في المبتعثين لأنه كندا التعليم يعني أمريكا التعليم تلاقي فيه فروقات في الجامعات ما بين أهلية والجامعات لكن في كندا تلاقي دائما مستوى التعليم تقريبا مقارب لبعض والقبول كان فيها صعب ما كان بالسهولة اللي ممكن تلاقيه في بعض الجامعات في أمريكا فكان فيه انفجار كوني للمبتعثين فمثلا ألاقي شابين في ستاربكس في اللاين بيتكلم يا أخي الملحقية ماي فأقول لهم سلام علي أسمع ترى المفروض أنك سوي واحد اثنين ترى ترى فجأة مثلا فبدأ الكلام في المعاهد يا أخي فيه واحد زش غيري نشوفه في الداون تاون هذا حق ما ندر من فين اطلعنا كده وقعد يقول لنا مين دا والله هذا محمد حكيم ايش يسعى محمد حكيم فجأة النادي السعودي تعالي بوي انت ايش واش بتسوي وتفعل والله أنا ليا خبرة وكذا وكذا ايش رأيكم بنبدأ نسوي للشباب السعودين اللي موجودين هناك ورشة عمل للقبول وكانت يعني تعرف في هذاك الوقت زي ما قلت لك الشاب والبنت يطلعوا من السعودية ما كانت فيه معلومات كفاية لهم خصوصا على على النظام الكندي فكنت وقتها نعم فاشي نستا في سناب شات على هذاك الوقت بس للي بتاعات وكمان فيه يعني الله يتكر بالخير دكتور نزار باهبري أنا كنت في تورنطو دكتور نزار باهبري كان موجود في فانكوفر اتذكر حتى وقتها عملنا ورشة عمل كبيرة جدا في فانكوفر وحضرها يمكن خمسمية ستمية شخص سواء كان من فانكوفر وخارج فانكوفر الله يذكرهم بالخير دكتور عمر عطاس دكتور نزار باهبري وشباب كثيرين صراحة أعطيهم الصحة والعافية اشتغلنا على تنظيمها بعدها الملحقية بدأت تشوف إنه إذا الطلاب قدروا يسويوا كده وجبنا سبونسورشيب وقتها والأمور هذه فبدا جاءت الملحقية وتواصلت معنا قالت نفس اللي انتوا نبغى نعمله في تورنتو على سكيل أكبر ونبغى نعمل معه أول حفلة تخرج في كندا تعرف يعني على موضوع التجربة شوف أنا قاعد أضرب أنجل يعني إن شاء الله المتابع يقدر يوصل الحلقة على موضوع التجربة تواصلنا مع الملحقية قلنا إذا إحنا هنسوي شيء كبير نبغى مقر الملحقية اللي موجود في آتا واللي بعيد عن تورنتو بالسيارة ستة ساعات يكون في تورنتو فصممنا الورشة بطريقة الطالب يدخل والحقية الثقافية عندها مكتب موجود تبتخلص أمورك كذا تخلص معاهد الإنجليزي موجودة جامعات موجودة وعندك شباب سعوديين مروا بتجربة في الطب في الهندسة في القانون في اللغة فهذا تقدر تستفيد منه وتأخذ من الأخطاء اللي عملوها عشان أنت تتفادعها كانت للابتعات وتكررت بعدين في أتوى وتكررت كمان مرة ثانية فنرجع لموضوع أنا عندي سؤال أنك أنت كنت يعني مشهور بين المبتعثين وعندك نشاط في السوشل ميديا ومنطف طبعا ما رح أقول فقير لأنه يعني اللي له يعني ما رح تكون فقير في النهاية عليك عائلة بس يعني صفر في حسابك فلوس يعني 2009 صفر سبتمبر زي هذا الوقت في عام 2009 صفر ما تحس كان فيه داخل عقلك انفصال بين شخصيتك المشهورة والواقع ما كنت أفكر زي كذا صراحة أبدا لا يعني صفر أوكي يلا أوكي لقيت هذه الموضوع جاتني 80 دولار 80 دولار مشيت فيها هناين نهاية الشهر جاء الراتب لما انجاء الراتب بعدها خلاص صرت أيوة لا لا تعالوا الموضوع هذا بعدين أتذكر صاحب البيت اسمه إنريك اللي كنت ساكن فيه هو كان داخل في موضوع الطاقة ويلا وداك على سمينار مليونيريا بالضبط المليونير هذه قصة حجيبة صراحة قلت له أنا عندي مشكلة في الفلوس ومدرمين وهذا قل لي أسمع فيه في كاليفورنيا اللي هو عقلية المليونير عقلية المليونير قل لي على حساب أنا أنا هاخدك معاي على حساب قلت له والله يعني شكرا على حسابك بس يعني إيش هنسوي قل لي تعال حط مبسط أنا بيني وبينك لا أحضر محاضرات ولا أسوي ذا الوقت بس كنت ينور يعني يلا تذكرة بلاش لكاليفورنيا فرحنا حضرنا هذا المؤتمر أذكر المحطات اللي قلت لك عليها هذاك واحد من المحطات المهمة صراحة اللي هو السمينارات هذا مليونير يعلمك كيف مجالات مختلفة منها كان يعني هايلايت خليني نقول أهم شيء حصل في هذاك المؤتمر كان بيعلمنا فن التفاوض فكانت بدأنا الساعة السبعة ألفين واحد في القاعة وجالس يقول لنا فن التفاوض وكيف تعمل التفاوض وكيف تسوي كده وفي استراتيجية معينة للتفاوض ومن الأمور هذي كله بعدين قال نعمل تمرين عملي عندكم ساعتين ساعتين بضبط تروحوا كانت زي اللانش بريك اللي هو وقت الغدا تروحوا وتتفاوضوا في أي شيء وترجعون وتحكون القصص خليني أقول لك في هذاك اليوم ولدت فكرة من الفقير لله مع إنريكي اليوم صندوق الاستثمارات عامة مستثمر في هذه الفكرة نعم خليني أقول لك إيش كانت الفكرة أول ما قال انطلقوا فجأة القاعة الكل قام ومدرعي ورايح ويجري وداو وأنا وإنريكي جلسي طالع فيها قال ليش حنسوي قال الله ما حدر ليش حنسوي قال الأغلب سامعينهم إنهم حيروحوا السوق كان فيه سوق قريب مننا حيروحوا السوق وحيحاولوا يتفاوضوا في شيء معين أو يروحوا مطعم ويتفاوضوا إن الفاتورة يخدوها بلاش يعني زي ما تقول اتعلمنا شيء نبرا روح نطبق فقال لي ها محمد إيش نسوي قبلها بليلة هذا أول يوم يعني أول ما جينا إحنا كاليفورنيا استاجرنا سيارة ورحنا اللفلف كده في كاليفورنيا استاجرناها من واحد محل الإيجار صاحبه إيراني وأنا وقتها في واتسالو كان عندي أصحاب إيرانيين وأنا أحب دايما نتعلم على الأقل السلام عليكم عليكم السلام باللغات مختلفة فتعلمت منهم أنه كيف تقول السلام يعني زي ك فأول ما جيت لهذا البني آدم اللي عرفت أنه إيراني فقلت له سلام أبدا دا إيه هي بس سلام ونتا الموض انت أوقف هنا إنت من فان أنا من السعودية أنا من إيران مدرمين فسنا نتعرف حتى يعني لما تكون في الغرب حتى الإيراني السعودي الإماراتي الهندي الباكستاني المصري يعني برضو وزات العاطفة إننا من هذيك المنطقة فالمهم فصار فيه بيني وبينه زي ما تقول كده يعني connection friendly فقلت له أسمعين ريكي إيش رايك نروح للعم فلان وناخذ من عنده سيارة ونقول له دينا سيارة ما فيها بنزين وإحنا لنا نعبي لكيه بنزين ونرجع لكيه ساعتك قل لي طيب قلت له نيجي الناس كلها هت يبغى تروح السوق حتاخد تاكسي إحنا ناخدهم في السيارة رايح جاي كدات رايح جاي بدولار كل واحد يركب السيارة بدولار قال لي أوكي قلت له بس خلاص ونشوف بعدين قلت له كل الناس رايحة تصرف وتاخد تتفاوض على تخفيض إحنا ليه ما نسوي فلوس قال لي دان قلت له خلاص أنا اللي علي أروح أجري لمكتب التاجير لو كان في الفندق جنبنا أنت عليك تولم الناس وبيننا تليفون قال لي انتهى الموضوع رحت للعم سام يا عم كيف الحال إيش على أخبار مدني مين قلت له أسمع إحنا عندنا كده 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 وأنا أبغى منك سيارة ما بأدفع إيجارها بس أخذها وأنا أعبي لك هي بنزين قال طيب ما عندي مشكلة بس حادث ما حادث قلت له هذه الكردت قلت حط عليها التامين وانت على الموضوع كلمت انري قال لي عندي خمسة رحت حملت الخمسة هذه خمسة دولار رحنا المكان اللي هناك من هناك أخذنا ناس رجعناهم من هناك أخذنا ناس رجعناهم مين يسوي كده اليوم تقدر بسيارتك الخاصة توصل الناس وبرو كريم يعني لو أنا وإنريكي شوية بس كمان جلسنا على الموضوع ونضجنا كان يمكن اليوم ففي أفكار عدة صارت قبل كده كان ممكن يعني أطلع منها بشكل مرة كبيرة لكن يعني الحمد لله وإننا وصلنا للينا إحنا عليه ف مليونير مايند عطاني الأسس اللي كيف لما نجيني مبلغ أقدر أوزع وأقدر أتحكم وأقدر أتدخر وموضوع الاستثمار بس أنا ما دخلت في موضوع الاستثمار لأنه أنا بالنسبة لي الاستثمار كان طلاصم وما زال بيني بينك إلا أنه الآن في بعض التطبيقات وبعض الأمور وبعض الأشخاص والأصدقاء اللي خففوا موضوع التلاصم شوية صلاح خاشقجي ولا خالد رويلي ولا غيرهم أيضا يعني اللي ممكن كده يعني يا دوبه تفهم منه شوية في هذا الأمور أنت أخذت الثمانين دولار قسمتها عشرين على طول قسمتها وإلى الآن قعد تت وإلى اليوم نفس الشي كايش سر الإدارة المالية الجيد؟ إنك تعتبر شفت مسرحية العيال كبرت لما سعيد صالح يقول لأبو أنا رحت المدرسة وفتحتها ودرستني وسوي كان إنه هو الأستاذ وهو الطالب وهو الشي تتعامل مع نفسك إنه أنت بنك بتعطي نفسك راتب وإذا استلفت من حساب ثاني يعتبر قرض عليك ودين عليك لازم ترجع فأنا اليوم مثلا خلينا نقول يجيني عشر ألاف ريال هذه العشر ألاف ريال عندي احتياج الشهري خلينا نقول ألف ريال أنا راتبي ألف ريال وعندي إيجار وسيارة وقص سيارة والأمور هذه كلها خلينا نقول ألفين وخمسمائة ريال إذن هذه ألفين وخمسمائة ريال فواتير والأمور هذه كلها لها خمسمائة ريال مقاضي البيت والأمور هذه كلها لها خمسمائة ريال ثانية بعدين عندي مبلغ أستثمر ألف ريال ولا تمامية ريال ولا بالنسبة معينة حسب طبعا طبيعة كل إنسان وعندي سلة للطوارئ أو على جنب طب لنفرض اليوم انتهت الألف ريال الخاصة بأمور الشهري وأطلع مطعم معاك ولا عازمك ولا شيء وما عندي أستلف من الصندوق الطوارئ هذا 200-300 ريال وأعتبر هدين علي إنها لازم ترجع بطريقة أو بأخرى لازم ترجع فهذا هو الأسلوب إن أنا أتعامل فيه دايما مع نفسي فدائما أنا لما أجل اليوم أبغى أشتري شيء ضروري إنني أبغى أشتري وما عندي فأستلف مني بس لازم بعدين أرجع لي والشيء الثاني إنني بديت أهذب نفسي إنه موكو شيء يبغى الآن أو موكو شيء يبغى لازم أشتريه الآن وسرت أخطط أنا دائماً أقول كنت أقول لطلابي والناس لمعاتي محاضرة أنا لما أسوق السيارة ما طالع في السيارة اللي قدامي أنا طالع في الشارع لأنه احتمال اللي في السيارة اللي قاعد على الجوال مو منتبه فيوقف فجأة فأصدهم فيه لكن أنا أعرف إذا الشارع فجأة بدأ يوقف أنا من الآن أبدأ أخذ انتباهي على سبيل المثال إحنا عارفين كل سنة زي ما إحنا عارفين إنه كل سنة في حج إحنا عارفين كل سنة في آيفون هيطلع والآيفون دائماً يطلع في سبتمبر طبعاً أنا لما من يناير أبدأ أجمع مبلغ حق الآيفون اللي أبغى في سبتمبر لو 200 ريال على سبيل المثال والشيء الثاني أستفيد من العروض مثلاً أنا في سواء مع موبايلي ولا STC ولا زين يقول لك والله لو أنت في الباقة الفلانية يجيك تخفيض على الجهاز الفلاني الفرسان على سبيل المثال والأميال اللي تجيك من البطاقات الاعتمان في الخطوط ولا في هذا معي فأنا دائماً على سبيل المثال للسيدات اليوم صديقتك حامل أكيد رح تولد بعد تسعة شهور تمام؟ أو بعد خمسة شهور أو بعد أربعة أو ثلاثة شهور أكيد حجي بلا هدية ليه فجأة تنتظري إلى يوم ما تولد وانت عارف أنه بعد تسعة شهور خصوصاً لو أختك ولا قريبتك ولا أحد يعز عليك عيد ميلاد أنا عارف أنه عيد ميلاد وبعد فترة العيد عيديات الأطفال أنا عارف أنه بعد 11 شهر جاياً يعيد ليش أسنق نفسي وقت العيد بس هو نفس الراتب أطلع منه مثلاً مبلغ كبير للعياد بس خط الموضوع بس تخطيط والتخطيط طريقاً ما يبقى الورقة وقال لا لا بس أنه آيفون جاي أنا آيفوني هذا قديم أحتاج آيفون جديد ومو لازم كل سنة أجيب آيفون هي هنا موضوع التهديب ومو لازم الشنطة الفلانية أشتريها ومو لازم اللبس الفلانية أشتريها ومو لازم السفرة الفلانية على أن أشتريها وأحاول بقدر الإمكان أني ما أورط نفسي بديون وقروض هو اللي صاير أن الناس وأنا يؤسفوني إن شاء الله ما نخسرها بس يؤسفوني انتشار خدمات التقسيط الاستهلاكي لأنني أحس أنها خصوصاً في شراء الكماليات بأنت أصلاً على الصفر بس عندك كمان خمسة ألاف ريال زيادة يمديك تقترضها عشان تشتري شنطة أو لا إيفون أو لا مدريش فتقعد في دوامة لا نهائية من القروض التافية يعني قرض مثلاً سكن عقاري مدريش أفهمه قرض سيارة مثلاً أفهمه في حدود أنه سيارة مناسبة لدخلك لأنه شيء ضروري يعني تستاجه بس قرضة حتى تشتري شنطة جزمة أو لا إيفون ساعة مدريش في الوقت اللي أنا عندي شنط مرة كثيرة في الوقت اللي أنا عندي ساعات مرة كثيرة يعني التقسيط هذا شيء ممتاز أنه أنت بدل ما تدفع بدل الضربة الآن مرة واحدة خليني أوزعها على شهور ممتاز إذا كانت في شيء تحتاجه لكن هي مشكلتنا الكماليات اللي ما أحتاجها اليوم بس أشتريها عشان أحد هذه مصيبة تانية أني أشتري عشان أحد تشتري شيء ما تحتاجه بفلوس ما تملكها عشان تبهر ناس ما تقلوا لك خبر بالضبط فهذه كالفين بالضبط بس الكلام سهل أنك تقول يعني أو لا تشتري خطط وكذا بس يعني تقنيا كيف كيف قدرت تضبط هذه العملية فأنت تقول تستلف مني هل في حساب حنعبات أنا اليوم تدخل على حسابي البنكي هتلاقي قدامك عشرة حسابات أوك فحساب الشخصي أو الحساب الجاري الحساب الطوارع حساب مثلا المقاضي حساب السيارة حساب كل شيء أنا موزع أنا وصلت إلى أعرف الهوس أحب ألعب هذه اللعبة هتشوف الرقم قدامك هتشوف الرقم وكل الفلوس بس في حقا واحد مستحيل وخصوصا درحين مع اتصالات الاحتيال مستحيل أخلي في مكان واحد مستحيل وبطاقات لكل لا بطاقة واحد بس اللي يصرف منها اللي يصرف منها بطاقة واحدة بس أنت تحاول بأي طريقة من الطرق أنك تقطع الطرق في وجود الكاش السهل أمامك في كندا على هذاك الوقت جاتني فترة أني أنقل من حساب إلى حساب ثاني والحساب الثاني عشان أحول له ياخد مني يومين وثلاثة يام عشان يوصل بالقصد بس بس ما أبغى الأيزي ماني هذه لكن إذا أبغى يولس أحتاج طيام من ما تيجي ولو دخلنا في الويكيند أحتاج أربع خمسة من أين ما توصل أقول لك بلا شام ففي البداية صعبة زي أي شيء ثاني صعب زي الجيم في البداية صعب زي أي شيء في البداية دائما يكون فيه صعوبة لكن مع البراكتس والتدريب الكثير أنا اليوم بالنسبة أنا اليوم إنت لو وجدت قلت لي تفضل هذه مليون ريال أنا عارف بالضبط في مخي فانحوزها هذه عشر آلاف ريال أنا عارف بالضبط فانتروح بالملي فانحوزها أكيد أنه وفي وظائفك المتلاحقة زاد دخلك الحمد لله وهنا تيجي المشكلة الأكبر أنه أنت تكون مثلا 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 تبك عشر آلاف ومدبرها وعايش مرتاح يسلاتك مثلا عشرين ألف فيمديك تعيش على العشر آلاف بس يصير عندك دخل إضافي تتخزنوا تتدخلوا تستثمروا تبدأ فيه تسوي اللي تبغيين بس لا الناس ما تسوي كذا الناس تعيش بعشرين ألف صحيح يسلاتك خمسين ألف صحيح تقلح تعيش بخمسين ألف وتقعد أنت دائما يخلص فلوسك في نهاية الشهر صحيح كيف تعاملت مع زيادة الدخل في النهاية زودت النسب لما يكون القاعدة موجود لما يكون البيس موجود أي إضافات جديدة خلاص ستصير مرة سهلة فاليوم نعم اللي زاد حساب الجاري زاد لكن أيضا الاستثمار زاد وأيضا المقاضي زادت وأيضا حساب الطوارئ زاد ففي النسبة المعينة زادت مع زيادة الدخل ما تقول والله آه والله خلاص خلي كل شيء ثابت بس مثلا زود في الاستثمار لا كمان أبدلع نفسي شوية في هذه الأمور ومتطلبات الحياة اختلفت وبتختلف دائما بنزين بيختلف سعره جوار بيختلف سعره ملابس تختلف سعرها سفريات وغيرها واحتياجات العامة برضو أيضا بتختلف جميل نرجع للدكتورة نرجع للدكتورة خلصت الدكتورة خلصنا الدكتورة الحمد لله رجعت السعودية خلصت الدكتورة في نهاية 2015 ولكن لما نخلصت الدكتورة سألت أيضا السؤال اللي أنا دائما أسأله نوت متخرج في جون 2015 بشهادة الدكتورة ماذا الآن؟ هرجع للمملكة العربية السعودية خينكم مرة صريحين مع بعض ما زلت طالب متخرج دكتورة حتقول لي دكتور حتقول لي إيه أنت طالب دكتورة أو متخرج وقعت في فخ المقارنات مرة ثانية أصدقائي إيه لي عشر سنين ما عندي بيت كيف هرجع للمملكة حبدا من أول وجديد نوت قلت قبل ما أرجع لازم أرجع بشي ثاني لازم معايا سلاح ثاني ما أعرف شو هذا السلاح لكن لازم أرجع بشهادة ثانية دبلوم أي شي لازم أرجع بشي فبديت قلت بس المرة هذه ما حغلط نفس الغلطة وما حسوي شي أنا ما بقى ما حعمل شي اللي هو الهندسة ما حعمل شي عشان والدي عمله ما حعمل شي عشان فلان عمل ما حعمل شي أشوف أنا أنا شاطر في إيش فما عرف أنا شاطر في إيش صراحة فجيد قلت طب أنا إيش أحب أسوي طيب ما عرف أنا إيش أحب أسوي أنا أحب أروح للجم يعني أنا سي بيرسون ترينر ما أبقى سي بيرسون ترينر أنا أحب أجري على هذا كل وقت يعني أقعد أجري ما حسوي لقيت أني أنا كنت أطوع مرة كثير في كندا وتطوعي كان في النادي السعودي كان مع الطلب المبتعثين ورش العمل أحب أعطي محاضة أحب أعطي لكن في طريقة وجودي في فريق عمل دائما محمد حكيم في فريق العمل هذا أنا أهتم بالتجربة أنا أهتم بالproduct بالمنتج كيف يطلع للناس طريقة إعلاننا للناس الإنفوغرافيك كيف يطلع التصميم حق الإعلان فين اختيارنا للقاعة اللي بنعمل فيها هذا الشي لازم تكون قريبة من صبوي علشان الناس تأخذ المترو تطلع إحنا قدام الباب ولو تبتجي بسيارتها تكون في مواقف جب الموضوع أو تبتجي بتاكسي يكون سهل عليهم كيف يوصل ما يكون طلع الدرجة كثير للاحتياجات الخاصة يكون في ممر خاص إذا مسوين في الليل إفند قالة وفي ناس مثلا بنات حيلبسوا كعب طريقة الكعب اللي حيلبسوه وده ما يتعبوا في المشي It's all about experience 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 فوجد خلاص قلت أنا مهتم في موضوع التجربة خليني بقى أشوف هل هذا شي موجود اكتشفت أنه أبل جوجل أمازون كل الشركات الكبيرة هذه في المنطقة اللي أنا موجود فيها يهتموا بموضوع التجربة ستاربكس نفسه أصلا وجوده وخلق ستاربكس كان لخلق مكان تعيش فيه تجربة وليس فقط تروح تشتري منه قهوة مكدونالدز أول ما بدأ هو عبارة عنه وقتها محلات البورغر اللي كانت كانت تطلب وتنتظر وتستنى وبعدين تاخد وكان لازم تأكل في المحل نفسه الصينية حديد وسرون كثير بالضبط مكدونالدز جاء قال لك لا هذه والله سلسلة الإمداد الخاصة بالبورغر يجي في ديكتين وانت أخذ البورغر وتكتأكلها في أي مكان فبدأت أعرف أنه في حاجة يسمها الكستمر إكسپيريينس والكستمر جيرني وديزايني الكستمر إكسپيريينس وديزايني الكستمر جيرني تصميم تجربة الضيف أو تجربة العميل وليس الخدمة مو قالوا السلام عليكم معاك محمد حكيم كيف أقدر أخدمك هذه خدمة أنا أتكلم عن تجربة اليوم فتواصلت أرسلت إيميل لأبل جوجل أمازون والشركات اللي موجودة في السيليكون فالي في ذاك الوقت أني أبغى أخذ عندكم تدريب لو أسبوع وعلى حسابي بس أبغى أجي أبغى أرمي نفسي في هذا المكان أشوف وأستوعب بشيء اللي بيصير ولا حضرت علي مع البحث في جوجل أكتشفت أنه ديزني عندهم شيء اسمه ديزني إنستيتيوت معهد ديزني ويعطوا كورسات مختلفة واحد من هذه الكورسات واحدة من هذه المواد يتكلم عن تجربة العميل من منظور ديزني الآن لا يختلف اثنين أنه ديزني لو كان عمرك خمسة سنين لو كان عمرك أربعين سنة يعيشوك على أنك طفل وفعلا تعيش كطفل ولا يختلف اثنين أنه التجربة في ديزني فيها يطالع في أدق 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 التفاصيل حجست المادة وسافرت أخذ كورس أسبوع في تجربة العميل محطة أخرى وجديدة مختلفة تماما اللي أنا متعود عليه قدرت فيها أني والله أوصل للشيء وشهادة جديدة أنا أحتاجها وأعرف أني راح أستخدمها لما أرجع بيني المولى على السوجة خليني بس أحكيك واحدة من أفكار التجارب اللي في تسني مواقف السيارات اليوم لما ناس يتكلم عن التجربة تعتقد أنها فقط داخل قاعة أو كيف شكل العرض والبرزنتيش داخل القاعة ترى تجربة الضيف والعميل تبدأ من أول كيف تبغى يفكر في منتجك أو في مؤتمرك أو في بودكاستك أو في أي شيء ثاني كيف يوصل للمكان فين يوقف السيارة ديزني أكبر مشكلة وتحدي عنده مواقف سيارات ليه؟ لأنك تروح ديزني الصباح تدخل خلينقول ماجيك كندم على سبيل المثال متى تخرج آخر ليه؟ تخرج تعبان نعسان أولادك على كتافك نايمين معصب توصل لمواقف السيارات بحر من السيارات ما أنت عارف انت فين وقف كيف ديزني حل هذه المشكلة؟ وطبعا على هذه الأيام ما في الكولتر إنك تصور المكان ولا جوجل هذا أول شيء سووته ديزني قلت لك أنا ما أبغاك أنت الوحيد اللي تفكر أو تتذكر فين وقفت باك أنت والعائلة فقسموا توزيعة المواقف بالكاريكتر حق الديزني فأنت اليوم موقف عند علاء الدين فولدك الآن حيتذكر إنك موقف عند علاء الدين أو عند سيمبا أو عند كل هذا رقم واحد رقم اثنين لما تركب المقطورة اللي من المواقف السيارات إلى بوابة الدخول للماجيك كيندم ثلاثة مرات وبطريقة غير مباشرة وبطريقة عفوية جدا يعيدوا عليك أنت فين وقفت فأول ما تركب معاون المقطورة أهلا وسهلا بكم في ديزني اليوم حيكون يوم خيالية اليوم في عندنا عوض كتير حابين نذكر أكتر أنت وقفت في المكان الفلاني بعدها خليني كمان أقول لكم إيش رح يصير اليوم اليوم رح يكون في عندنا مهرجان وفي عندنا البريد في الساعة الفلانية وفي الساعة الفلانية وفي مطاعم ميكي ماوس هتقدر تتصوروا معاه في الوقت الفلاني ولا تنسوا ترى أنت وقفتوا في المكان الفلاني أول ما يوصل عند هذا وصلنا إلى المنطقة نبغى نوصلها خلاص وصلنا عند البوابة تقدروا تمشوا على يمينكم حتلاقوا البوابات من هناك التذاكر على اليمين التذاكر على اليسار انبسطوا يعيشوا يومكم في أحلى مكان في العالم ولا تنسوا ترىكم وقفتوا في المكان الفلاني ثلاثة مرات يعيدوا عليك أنت فين وقفت بنسبة أكثر من خمسين في المئة صارت الناس من ضيا سيارات هذه بس واحدة من التجارب اللي استفدناها لما كنا في الدزني رجعت السعودية رجعت بشهادة دكتوراه وبعمل في جامعة حكومية في مدينة جدة فبدأت عملي في كعضو هيئة تدريس محمد حكيم في هذاك الوقت عنده دكتوراه عنده شهادة مهنية في تجربة العميل يعشق تجربة العميل ويعشق موضوع التصميم مدائما محمد حكيم حرامي تمام في كتاب اسمه Steel like an artist أصرق كفنان فكرة يقول أنه جميع المواد والمنتجات اللي موجودة اليوم عندنا هي ليست مخلوقة من العدم إنما هي تطورات ستيف جوبس شاف الآلة حاسبة اللي موجودة عند براون أخذها وحطها في الآيفون ودريج وشوفهم الاثنين زي بعض جيت الواحدة لا بيكاسو نفس الحكاية كان يعمل أنا حرام وأعترف وفخور جدا إن أنا حرام صراحة أنا اليوم لما أبغى أعمل عرض معين بريزنتيشن معين أول شيء أسوي أشوف أدخل على موقع أبل أدخل جوجل أروح أشوف فيديوهات أشوف تيد أشوف الأشياء العالمية المشهورة هذه كيف هم بيسوي ذلك الشيء بعدين أنا أروح أسويها بصبغتي أنا اليوم في عندنا الأي آي والشات جي بي تي اليوم أنا لو بدي أكتب مقالة ولا بدي أكتب أي شيء ولا أكتب نطاق عمل لمستشار معين أدخل على شات جي بي تي وأكتب وأسوي وأفعل أقرأ أأخذ بعدين أحط عليه سبغتي الخاصة فيه فدكتور حرامي بس بطريقة يعني مهذبة تجربة الضيف وعلاقات اللي أشتغلت عليها دايما من وأنا في الابتعاث فأخذت عهد على نفسي أن أنا في الجامعة ما أبغى أكون داخل أسوار الجامعة فقط أبغى أكون دكتور في الجامعة وأدرس وأسوي الأمور هذه كلها ولكن أبغى أبدأ أهصل على قولهم اللي هو أطلع وأشوف إيش فيه في السوق وأبدأ أشتغل وأبدأ أجري سببي كان خطأ سببي كان للمقارنة علشان أوصل علشان أحقق علشان أصير زي فهذا خطأ فخ المقارنات فخ كبير جدا ولكن بداية اليوم لو تقول لي حتسويه عشان المقارنة حقول لك لا حتسويه عشان نفسي أنا لكن في هذاك الوقت عملته ونجحت معايا ولكن اليوم ودي أنه فعلا الشباب والبنات ما يعملوا موضوع المقارنة لأنها متعبة لأنه أبدا أبدا عمرك ما رح توصل للشخص اللي أمامك اليوم تقول والله أنا بأسير زي محمد حكيم ظروفي غير ظروفك أنا كان على ظروفي سهلة للتعال وكما يقدر نقول سائل بس متوفر بشكل مرة كبيرة اليوم يمكن أصبح التحدي عالي وال 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 والمنافسة أصبحت جدا عالية مثل الطفرة اللي كانت في السبعينات أيضا ما هي مثل اليوم لكن واستلقى الآن في طفرات أخرى شكرا جزيلا هذا اللي أنا أبغى أقوله اليوم في فرص أخرى اليوم مع الرؤية لا أحد يقول لي ما هي الفرص مستحيل أنا وفي مكان عملي اللي اليوم موجود فيه فرص العمل وفرص التطوير وفرص المجال المفتوح في أماكن مو طبيعية فعليا ترى مو طبيعية أنا قبل ما أجيك اليوم وأنا بحضر في الطريق شفت فيديو لشخص بيقول صندوق تلمية المواد البشرية هدف عنده 164 شهادة مهنية professional P&P وغير وذا تقدر تأخذها وتتعوض عنها فرصة مهولة فأنت تدفع الفلوس تدفع الفلوس تدفع الفلوس تأخذ شهادة تتعوض كل هدف أنا أخذتها تأخذ فلوسك شكرا جزيلا أجيب ومو شهادة مركز محمد حكيم للتدريب لا أنت تأخذ من شهادة معتمدة من مركز معتمد اليوم بعد هذي كيف يساله اللي بغير يساله سهلة جدا عن طريق الموقع الإلكتروني تبعهم موجود هذي مشكلة ترافيه برامج حكومية كثيرة بس ما ما ندري عنها يعني ما حد يعرف بس هذي مشكلة مين في النهاية إن كانت مشكلة تبدو أن تبعك في النهاية تدبر نفسك يعني إنت تبغى الشيء هتعرف كيف تجيبه اليوم بعد بعد كورونا و مع كل سلبيات اللي حصلت لكن في جابية مرة مهمة اللي هي اليوم كثير في مواد وشهادات مهنية من أماكن مرموقة جدا موجودة أولاين أنا آخذ كورسين من هارفورد في الاستراتيجيات وآخذ من IDU مثلا في سان فرسيسكو هذا وكلها فادتني وبتفيدني في أمور المهنية وفي الأمور اللي أنا أحتاجها اليوم اليوم الموارد البشرية في المكان اللي أنا أعمل فيه طالب منه إن يعطيله قائمة بأهم الدورات الأونلاين اللي أنا ممكن آخذها الفرص اليوم موجودة بس أيضا المنافسة اليوم كبيرة جدا أصبحت أصبحت الجهات والشركات والمؤسسات والمراكز ما بتدور على العادي أنت اليوم حاتم لو عندك شركة وجاك واحد ما معارف هو في تخصصه بغير تخصصه بس ما معارف لشي بغير تخصصه أنت نفسك ما حتوظفه ولا بقول لك حتوظف الشخص اللي عارف بالضبط الشبغة بس أنت في النهاية فيه فيه صبغة معين وفيه أساس معين أنت تبحث عنه ويبان ترى يقول لك لا ما يبان ما أعرف وانا مضلق لا لا يبان يبان ما هي بعدد ما هي بتمانية صفحات سيرة ذاتي ولا يبان لو أنت تشتغل عن نفسك الكلام اللي احنا قلناه في البداية فيه كتاب رائع حق مؤسس لينكتين اسمه The Startup of You اللي هو ابدأ بنفسك فكرة الكتاب كله يقول لك إنه كلنا رواد أعمال جميع كل البني أدمين اللي في هذه الحياة هم رواد أعمال ولكن يختلف رائد الأعمال اللي عنده شركة ولا منظمة بينميها ورائد الأعمال اللي عنده نفسه بينميها أنا شخصيا مني أنتربنور أنا موظف أنا موظف نور طول عمري موظف ولكن بأشتغل على نفسي دائما وأبدا وأعرف ناس كثير أحسن مني بيشتغل على نفسهم دائما وأبدا وعندك اليوم شركة من الشركة ثمانية على سبيل المثال مربع على سبيل المثال بدأت بستمية ريال صح وبكاميرا وأنا نفسي أسوي بودكاست أنا محمد حكيم نفسي أسوي بودكاست بس لو أن تخيل لو أنا جئت للثمانية وقلت لهم والله أنا نفسي أسوي بودكاست وقلت يلا تعم على عكس اللي بدأ بستمية ريال وراح أشتري الكاميرا وجلس وما يعرف أصلا كيف يصور وسوى أول حلقة وطالع فيها وقع تضحك وبعدها راح تبحث وشاف مثلا فلان فلاني كيف يصور وعدل الكاميرا يمين يسار بعدين أتعلم عن الإضاءة بعدين أتعلم عن الصوت أنت تخصصك صوصيات وإذا أبيض في هذا الموضوع بعدين أول حلقة طب مع مين سويت أو الله واحد أشرب معاه قهوة كل يوم وقتبت أنتعلم معاه طيب بعدين والله والتاني اللي جلس غار منه فقلت له يلا تعالي أنت كم أنا جلس بعدين الاثنين يعرفوا واحد ثالث أنا نفسي أوصل له فجابوه عشان خاطر وجلس معه بعدين بدأت الناس تشوف سويت مية حلقة مية حلقة تخيل تخيل أنت سويت مية حلقة بعدين أنت رحت إلى ثمانية إنه ما قالوا أوكي ناخدك واليوم ما شاء الله تبارك الله ثاني أعلى مشاهدة في المنك العربية السودية أول شيء مبروك شكرا على هذا الموضوع بس هل كنت أعرف هل أنا أعرف تجربة العميل في البداية أنا تخص أنسك عربية ما في كورسة عندها تجربة عميل بس رحت ودورت وبحثت وسويت وفعلت وما رحت لأي أحد رحت للأحسن وأخذت وجربت وغلطت وطحت وقمت وسويت وغلطت وما زلت بغلط وما زلت إلى اليوم بأغلط وما زلت إلى اليوم بتعلم أنا في هذه الحياة طالب علم وعلى فكرة الدال هذه اللي موجودة قبل اسمي لا تضيف قيمة لي أنا من أضيف قيمة لهذه الدال هذا موضوع مرة مهم لأنه قيمة الصبر في الحياة وقيمة التواضع في الحياة مهمة جدا أنا اليوم لازم أتعلم من الصغير قبل الكبير لأنه اليوم الصغير عندهم معلومات مهولة والزمان كان عندنا عقدة شح المعلومات والوصول إليها اليوم عندنا إشكالية ترف المعلومات وكيف أنتقي الشيء الأفضل اللي لينا فلو نبغى نرجع مرة ثانية خلصت الدكتوراه وارجعت وبديت أدرس وألتزم بموضوع الدكتوراه والتدريس وفي نفس الوقت بديت أشوف إيش ممكن فيه خيارات ثانية أقدر أسويها صديق من الأصدقاء في كان معايا في الابتعاث وكان أيضا دكتور في الجامعة وأيضا يعمل مستشار في أحد الجهات مع بداية الرؤية في 2016 قل لي محمد عندنا مشكلة قل لي عندنا ورشة عمل تعرف بداية التحول الوطني وبداية التغيير وبداية هذا نريد أن نجيب فيها الموظفين الجهات يعني كذا قل لي إحنا مرة مشغولين إحنا فاضلين نركز بموضوع التجربة في ورشة العمل ومدى المقدام ممكن تيجي معانا أسبوع تسوي شغلتين صمم الدخلات والخرجات حقه هذا وإنت تصير الامسي حقه مقدم الفعالية طي يلا قال لي وإذا الأمور مشت تمام هذا المبلغ أنا طلعت في المبلغ اللي هو مبلغ بسيط تمزح يلا يلا فين قال لي والله الورشة رح تكون في الرياض نرجع للمبتعث المرين لما شنطر رح الرياض طيب بدأت أفكر إيش حتسوي والله أخذ منه حتسوي واحد نتقدر خلاص جلس مع فريق معين نبغى نعمل كده نعمل كده نعمل كده نطبع نبغى نروح نطبع هذه الأوراق بس ما عندنا طابعات نروح نطبع نشوفنا قرطاصية نطبع إيه بس لحنا الساعة اتنين في الليل إيه إيه بس المحلات كلها مقفلة خلاص نصلي الفجر ونروح أتذكر والله في هذه الورشة رحت للمحل بكرتون ما أشوف وسط الشارع في الرياض بالكرتون يوم ما وصلت ووزعناها كل شي جاءت الناس عرفت فين توقف السيارة عرفت فين تدخل فيه لوح وصلت هذا ووصلت للمكان الآن أنا كمقدم أصلا أنا المتحكم في إيش اللي بيصير في هذه الورشة الله سبحانه وتعالى أعطاني كارزما في موضوع التقديم وموضوع هذه الأمور وصراحة أنا شبه مع الشخص المشهور ترى ساعدني أوه أي طبعا دائما ما تكون إيش يقولون هي اللي هو اللي تكسر التلج اللي بينك وبين الجمهور فبدأ السلام عليكم عليكم السلام اللغة البيضة اللغة البسيطة أنا أحب البساطة أحب المنمالس أحب اللي هو خلاص بلاشة كيف تفكك هذه الموضوع هذه شطارة يعني ميزة حشان كذا الواحد لازم يعرف الميز اللي عنده فيه ناس ميزتهم منك تحطه في غرفة كلها جدران بس يطلع لك بأفكار مجنونة بس ما يولا لا تحطه قدام الناس وفيه العكس اللي لا يقول لك أنا أبغى أكون قدام الناس وفيه ناس شاطرين في موضوع المالية تمسك المالية يضبط لك الميزانية والإكسل والأمور هذي كلها فيه ناس شاطرين في الباور بوينت والديزاين أنت فين شاطر في المملكة العربية السعودية اليوم لك مجال بس هم شيء شطارة هم شيء المعرفة هم شيء إنك كمان الستاندرد صار عالي اليوم ما صارت الستاندرد مثل ما بشهادة الدكتوراه ما كانت تكفي أنك تعيش حياة كريمة إلا إلا الحق الحقيقة بس داخليا ما كنت مقتنع 100% من البداية إنه هو هذا التخصي اللي بكمل فيه حياتي تام وترى يعرف الشخص إذا تبغى خيارات أكثر لازم يكون عندك هذاك الشيء الزيادة الزيادة وكيف أعرف الشيء الزيادة أنت ما أعرف أنا شو حب أسوي جرب جرب اليوم عندنا المؤتمرات اللي بتصير راح أطوع فيها مرة أخليك في الاستقبال مرة أمسك الأمور المالية سيقولك ما أشتغل بلاش يستغلوني يا عمي خليهم أستغلون خلق إيش يعني أستغلون خليهم أستغلون إنت في النهاية إنت يشتغل في النهاية إنت بتدور على شيء معين فعلا في ناس تقولك لا أنا وأشتغل والله بفلوس ومدرمين فيها ما كانت تشتغل فيها بفلوس بس كمان أيضا فيه أماكن أبغى أكون في المؤتمرات اللي أشوف فيها معا لوزراء وأبغى أكون في المكان اللي أسمع الوزير كيف يتكلم على فكرة ترى أنا كل اجتماع أحضر يكون فيه رئيس تنفيذي أو وزير أو أمير أو 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 دائماً تلاقي معايا ورقة أو كتاب ودائما تلاقي مثلاً ما في شيء بينقاب تلاقيني أكتب إما أكتب إيش الأسئلة اللي بتنسأل أو أكتب كيف طبيعة الشخص اللي أمامي بيسأل أو يفكر أو شيء أو أكتب إيش بيصير في الاجتماع عشان أنا أدك أحب دائماً أدك أنا حرامي فأحب أسرق كيف معالي الوزير الفلاني الناس كلها كانت بيتفكر كذا فجأة أجب لهم فكرة كذا طب هذا معالي الوزير الفلاني بيجلس مع مين دائماً بيجلس مع أعلى سلطة في المملكة العربية السعودية مع الشخص الملهم الأول لنا جميعاً فبالتالي بيستلهم من طريقة تفكير سمو سيدي هذه قناة من القنوات اليوم أنا جالس مع حاتم ها تالس مع حاتم طيب حاتم اليوم عنده واحد من الأفضل البودكاست اللي موجود في المملكة العربية السعودية معناته إلا ما في ميزة ومستحيل صدفة مستحيل إلا ما في شي طب أفهم هذا كيف سواه الصاحب الأنتربونور الفلاني وصاحب الشركة الفلانية اللي سوا مرة مرتين ثلاثة أربع مرات مليون 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 إلا ما في شي العالم دائماً موجود إنك تقدر تسرق منه ترصر قصرة نحن كلمة في البودكاست الله يسترش أن تسمي الحلقة هذه إنك تستلهم منه يعني 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 أنت قاعد تتكلم قاعد تتذكر ناس خلك من حاتم خل نروح ل ملك البودكاست أنا وغيره يقول لك يعني صار كذا بسبب كذا جاء استثمار يعني يعني يلغي أي احتمالية أن هذا الشخص عنده شي خلاه يوصل هنا فلما نشوف هذول الناس يعني أزعل لأني أنا أعرف في تجربة في تجربة المال في تجربة أي أحد وصل أنه فيه أشياء هو سواها وطريقة التفكير هو فكر فيها وصمله هو صملها ووصلته هنا مو بسبب دعم ولا بسبب أحد جاء ولا بسبب هذا بالعكس هذا جاء دعم لأنه هذا أصلا رهيب بس أنا أشوف أنه الشخص اللي يفكر بهذه الطريقة يحرم نفسه التعلم والنجاح لأنه قدامك تجربة لها أسباب أنت قولها ما لها أسباب فخلاص ما رح تتعلم لأسباب ما رح تعرف السر كنت جلس مع واحد في مجالنا يعني بس يعني ما هو يعني ما هو ما هو ماشي مرة كويس فكان يكلمني عن شخص آخر ماشي مرة كويس أنه بس صدفة أنه بس عشانه أول واحد عنه عنا بمالح أنه عشانه أول واحد أنه جلست معه أقول له لا يا أخي طب ما هو أول واحد فيه قبل بمالح ستين واحد لا لا بس عشان جاء مدريش دعم أول خمس سنين وسوه 200 حلقة مثلا 200 حلقة لا بس عشان بس قاعدة تقول هذا مش تحيل ينجح إذا أنت تشوف رقم واحد في مجالك وما أنت قادر تعرف ليش وصل من أسباب الداخلية لن تنجح خلاص قدامك للعلم ما تبغى خلاص ما رح ما رح تنجح طبعا فتحرم نفسك أصلا الناس تحب تلاقي لنفسها مخرج بأنها تلوم إن والله صدفة يعني مثلا ما أعتقد تتخيل أصلا أن تروح لواحد مستثمر تقول والله أنا عندي فكرة اسمها بودكاست أولا ما عفشاني بودكاست هذا رقم واحد سيقول لك راديو ما أحد فلسفة راديو فيعني كمان لاحظ أنت المستثمرين وأصحاب الأموال اليوم وروس الأموال ما هم سامحني على الكلمة إنهم أغبياء ولا ما يفكر ولا الكلام هذا كله نفس الحكاية لليوم اللي يقول لك إيه والله هذا موجود في المركز الفلاني والقيادي واسطة طيب لنفرض إنها واسطة تمام الأول مرحلة أول نقطة واسطة طبعا إن كيف كمل برضو واسطة يعني صاحب الواسطة إلا ما حيجيب العيد في مكان ما بعدين حيمشي لكن نحبني لاقي دائما عذر لفشنا لكن ترى الخيارات اليوم موجودة للكل هل اليوم أنا ما أقدر أترك كل شي وأجلس 24 ساعة في الجيم وأكون بطل أولمبيا إلا أقدر أنا ما أبغى هل أنا ما أقدر اليوم إني أقول أبغى أكون أنا صاحب رقم أفضل مقدم برامج في الكون إلا أقدر بس أنا ما أبغى أو أنا أضحك عن نفسي أنا ما أعرف كيف أسأل لكن متى تعرف ومتى تقدر لما تجلس في الكورنر اليوم تعال شوف خانمسك اليوم فار على سبيل المثال رح لفار وحاول تجري وراه في الغرفة هيجري أحبسه في كورنر إيش حيسوي الفر حيحاول بأي طريقة من الطرق لو ينقذ عليك أو ينط عليك تمام عشان لا يموت ولا أي شي في فيلم حق فايت كلاب تمام لو تتذكر تمام متى خداك خلاص لما نحط المسدس على راسه تمام لما تعرف إنه أنت تارى لا وقف هنا حيبدأ الإنسان أما في مرحلة الرواقان والفخفخة والهذا ما حيسوي شي لما نأجي وأقول لك ترى لو ما نجحت ترى أنت راسب ليش إحنا ليش إحنا معروف عننا إننا ما نذاكر إلا قبل الاختبار بالليلة لأنه لو ما ذكرت حرسب فأوكي بس قبلها يا عمي في وقت يا عشي ما سأ ليش تلاقي الفرق ليش تلاقي الحارس المرمى في الدقائق الأخيرة في مباريات كرة القدم يطلع لما يكون فيه ركنية خلاص تبي أو لا تبي يعني خلاص هي بالقوة بالمروة لازم تصيل الذكاء اللي عندك وأبو مالح وكثير من الناجحين اليوم اللي موجودين هو إنه ما انتظر إنه يكون في هذيك الكورنر بادر إنه يسبق إنه يكون في هذيك الكورنر لكن أنا مقتنع تماماً لو كل البشرية وضعت في الكورنر أفضل شيء في شخصياتها سيطلع بس ليش ننتظر إلى هذيك الوقت كل ينكشف زيف الشعارات اللي يحمي الوطيس يا سلام ارجع لأذناب أذناب وتبقى الروس رؤس صح صح أنت يعني بخصوص النياق لازم النبط يا هم أكيد طبعاً أكيد أكيد هناك أشياء نواقص بس فيه أشياء نحتاجها ولم يلاقينا فيك نبك تشتغل معانا في تأسيس هذا البرنامج أوف وأنا ما زلت دركتور في الجامعة فكنت أعمل العملين هذه بعدين قلت أوكي والعلمك اشتغلت مع شركة الاشتارية دي خمسة شهور ربالاش تمام مشاكل عقود بس في النهاية ما أخذت عن الخمسة لسنين خسرت لا والله ما خسرت فهمت أشياء في حياتي ما كنت أتوقع أني حفهمها إيش يعني استراتيجية وإيش يعني كي بي آي وإيش يعني مبادرة وإيش يعني توزيع وإيش يعني إيرادات غير نفطية وتنويع مصادر الدخل اللغة اللي اليوم الدولة جالسة تتكلم مين هم البي آيف وإيش صندوق إسمارات العامة وإيش وإيش تسوي الهيئات وإيش يعني هيئة وإيش يعني مركة وإيش يعني أمر ملكي وإيش يعني أمر سامي وإيش يعني الأمور هذي كلها وكيف وإجتماعات وكيف العمل اللي بيصير في الدولة والأمور هذي كلها بدايت أفهم بدايت أستوعب وبالعلاقات وبالهذا بدايت أعرف ناس بعدين تغيرت الإدارة الخاصة بالبرنامج هذا ومين صار في الإدارة صديق لي فقال بما إنك أنت بدأت أباك تكمل معايا في شغلة فلانية بعدين جاء شخص بيسأل بقال له يا جماعة الخير في شركة كبيرة تبدأ تدخل المملكة وبيبحثوا عن أحد في تجربة العميل كده وهذا سبحان الله أنا ما أنا ما عرف ناس ناس تانيين قالوا له في واحد اسم محمد حكيم كل ما نجلس معاه يقول تجربة العميل تجربة الضيف يا ناس على الدم أجلس معاه أجلس معاه والله واحد دين ثلاثة أربعة هذا الشخص صار رئيس تنفيذي في مكان أول واحد كلمه من بدأنا مع بعض بعدين أخذت إعارة من الجامعة موضوع الإعارة إنك ما تدرس في الجامعة وليسير هذا في هذا القطاع هو القطاع الحج اللي ما أفهم فيه شي على فكرة بس يعني أنا حاجات كثيرة إذا فيه رسالة أبغى اليوم المتابع والمشاهد يطلع فيها إنه ترى لو عملت زوم آوت لحياتك حتلاقي إنه فيه حاجات كثيرة أنت ما كنت تعرف كيف تعملها وعملتها بس التحدي كل ما له يكبر لما دخلت المتوسط كنت عارف إيش اللي حيزير تتذكر جدول اختبارات جغرافية وحديث وبعده تاخد فيزيا مع أحياء ولا رياضيات مع تفسير كنت تعرف ما كنا نعرف بس عدت أول مرة سكت فيها سيارة كنت تعرف ما كنت تعرف أول مرة سويت الفيديو جيمز كنت تعرف ما تعرف أول مرة استخدمت الآيفون تعرف لا ما تعرف الناس اللي تعمل القهوة أول مرة ضوتت معاك القهوة لا أول مرة تطبخ دائما أول مرة ما هي أفضل مرة لكن كيف سرت شاطر في هذا الموضوع أول بودكاست كان كويس لا أبو مالح أول بودكاست كان كويس لا الجريسي أول مقابلة كانت جيدة لا شكيري أول موسم في خواطر زي آخر موسم زي اليوم في سيم لا ستيف جوبس والآيفون مع أني ما حب أقارن بالأوتلايرز هدول الناس المتميزين جدا بس أنا أبغى أقول للمتابعة اليوم تراك بدأت شيء في مرحلة من مراحل حياته وعدت أول يوم في الجامعة كم واحد أول يوم في الجامعة ووحده أول يوم في الجامعة دخل إيش الطلاصة من اللي بتنقال لي إيش اللي أنا روح أسوي جدولي بنفسي وأضيف ما إيش يعني شعبة إيش فكرة شعبة وين المبلغ إيش أي مبلغ أوح يا تماعة إحنا كنا في جامعة ملك عبدالعزيز حيتذكروها الطيبين اللي هذا مبنى 125 إيش يعني 125 وما كان فيه جوجل داك وروح يمين خش يساوي جيك مطب والأمور هذي كلها المقصد اللي أنا أبغى أقوله إنه ترى اليوم لما بتقابل شي جديد في حياتك ترى كنت قبل كذا ترى مريت بشي هذا بس ترى فداخليا ترى يهافت أنت عندك الموضوع بس التحدي صار أصعب شوية زي الفيديو جيمز من مرحلة لمرحلة لمرحلة يصعب شوية الموضوع زي الدوري من الدوري المحلي إلى الدوري البطولة إلى مثلا من كأس القارة إلى كأس العالم بس التحدي يكبر شوية بس هل إحنا عندنا اليوم اللي بيتابعني اليوم أنا أقول لك هي مليار في المية عنده مليار في المية هي بس يحتاج بعض الأمور أحتاج أن أعرف أنا ش أحب وش ما أحب أحتاج أعرف أنا فين أقدر ألاقي هذه الفرص أحتاج أعرف أنه وهنا يجي دور المنتورشب إذا كنا نتكلم عن هذا أو يجي دور الموجه مو بس العائلة العائلة والصديق مرة ثانية اليوم أنت بتعمل على نفسك على أنك شركة طب لو أنا شركة هل شركة هتخط يدي على غد هل أبل طلعت آيفون واحد وجلست ولا دائماً بيحاولوا أنهم يطوروا من نفسهم نفس الشي تشتغل عليه أنت شركة اليوم أنا اليوم شاطر كيف أكون أشطر أنا اليوم أشطر كيف أكون أشطر ألف أنا اليوم ممتاز كيف أكون أميز بس في ناس حيقعدولي طبعاً في ناس حيقعدولي طبعاً في ناس ما يبوك تنجح ما يبوك تنجح يكرهوك ما يبوك تنجح عشان ما تأخذ مكانهم لأنك إنت لو أخذت مكانهم هم أنا حيما حيسين عندهم شي بس هي ما هي موضوع كرة وهنا نيجي لي أهم محور في تعاملنا مع الأشخاص وكيف العلاقات هذه تكون أنا لا أعرف إذا أخبطنا الناس ألا بس هي التوقعت ترى مصدر أو أساس أي علاقة بشرية توقعت توقعت أنا وحاتم أصدقاء ما صرنا أصدقاء ليه أهو سوى هو فعل هو 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 لو تيجيت بالترجمة أنا كنت أتوقع منه شي في النهاية طلع شي ثاني كان العشم التوقعات تجي للمدير الفلاني كيف فلان الفلاني أعمل لا توظف ليه لشان أنا كنت أتوقع منه شي وطلع منه شي ثاني لشان كده فيه مبدأ دائما مرة ثانية أقول للطلاب Always underestimate over deliver لا يجيك أحد وتقول هاك أبشر إزهلها عندي راح أسوي لك اللي ما يصير فجأة لا سمح الله يصير شي في حياتك يعيق إنك تسوي هذا الشي لكن دائما underestimate خليك أبشر and over deliver وهذه هي اللغة اللي موجودة اليوم في البلد مع الرؤية اليوم مين كان يتوقع إنه شي يسمو أني يوم حيط نيوم فكرة مجنونة جدا ما يسويها فعليا إلا اللي يحلم واللي يحلم يطبقه لكن حتى تطبق يا لأنه under estimating and we're over delivering موسم الرياض under estimating over deliver اللعيبة اللي اليوم جونا under estimating and over deliver حتى في السياسة under estimating and over deliver دائما under estimating and over deliver لمن تجتاز هذه التوقعات دائما من يجتاز التوقعات دائما له نصيب في هذه الحياة دائما حتى في الدين إن سويت أكثر لك حسنات أكثر وإن وإن عطيت أكثر لك أيضا هذا أكثر الله سبحانه وتعالى يعطيك أكثر تتوقع شيء ويعطيك أكثر فدائما under estimating over deliver في موضوع التوقعات طيب صرت موجود في هذه الهيئة اللي موجودة في مكة أنا نحن بس لك سؤال الآن المشهد من الخارج نقدر نقول اسم المكان أي كدانا قبل كدانا كنا في الهيئة الملكية المكة والمشاعر المقدسة فالآن أنا كما موشاهد من الخارج أشوف محمد حكيم في الهيئة الملكية كني أكيد ما أدري ليس أكيد بس هناك واسطة هناك يد خفية في الأمر يمكن هو يمكن عائلة ويمكن 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 وأنت تكلم عن العلاقات فإيش الفرق بين استفادة الإنسان من علاقاته والواسطة السيئة شوف اليوم بالذات اليوم صدقني ما في ولا شخص رح يتوسط لشخص مهزوز لأنه أولا ما حيعمر ثانيا حيتاك الوجه على قولا نعم مش جدك إيش اللي جايب لي هو ده من جدك فما أحد يبحط نفسه في هذا الموقف عشان كذا أنا أحيانا أطلب من أصدقاء أقول مجموعة الخير تعرفوا أحد ممكن يشتغل في الشيء في العالم شايف بس أحد ترى أحد أحد زي لما أحد يجي يخطب قريبة لك ولا أختك أي أحد يدق الباب حتى أطيله لا طبعا وإن سألتني قلت لي محمد هاي شرعك في فلان هقول لك والله كويس وممتاز وفجأة صار النصيب وبعدين طلع أي كلام إيش حتصد هرجعليك محمد خير تجدك أنت بايش النصيبة راميها علينا هذه فاليوم بسبب الإجراءات الرسمية اللي أصبحت تصير في موضوع الفساد والدنيا هذه الناس أصبحت اليوم تتحفظ بشكل مرة كبيرة على موضوع الراسطة هذا رقم واحد بس رقم اثنين أصبح الآن ما في أحد يبيعمل روكمنديشن أو توصية لأحد مهزوز ممكن أنا أجيك وأقول لك أسمع ترى الشخص أخلاقيا ممتاز دينيا ممتاز عمليا ترى شوف يعني قيد صوى كم حاركة يعني الناس صارت صريحة بالزيادة وإنت عليك القرار أنا أعطيتك إنت عليك القرار في هذا الموضوع ولكن العلاقات ما زلنا كنا وما زلنا وسنزال مجتمع بشكل عام وليس سعودي يعني عربي إحنا الورد هو ماوث هي اللي تضرب عندنا تحالميا يعني أذكر نتفلكس كان في دراسة عن التوظيف كم في المئة علاقاتكم في المئة أرسال سيفي أظن أن كان ستين في المئة أو شيء يعني عالميا بالضبط هي في النهاية الورد оф ماوث ليه أنا كم بتعشى معاك يا أخي والله أحتاج أحد في التخصص والله عندي مين؟ محمد حكيم لا يا شيخ والله كيف مدرمين هذا أخو تكلموا بس هو ليش أنت جيت في بال هذا أصلا لأنك أنت زرعت القيمة أنت قاعد تطلع في العالم تقول أنا تجربة مستخدم أنا تجربة مستخدم أنا تجربة مستخدم فأنت زرعت لنفسك أنت حطيت لنفسك الكومبتيتف أدفانتج هذه أنت عطيت لنفسك هذه القيمة أنت كشركة The startup of you أبدأ بنفسك أبدأت تعمل لنفسك قيمة سيفت نعرف بين الناس سؤال لما كنت في الجامعة تمام؟ مين الشخص اللي كان عندكم الدافور اللي أحسن واحد يكتب ملاحظاته عشان كده نرجع وأقول تارى صارت قبل كده في حياتك اليوم أنا أبغى اليوم إحنا جالسين في محاضرة دكتور محمد حكيم هندسة 101 تمام؟ وإحنا عارفين أنه حاتم أحسن واحد يكتب ملاحظات ويركز مع الدكتور كل الطلبة حيجوب بلله ممكن صورة من المذكرة حقتك بلله ممكن هذا صرت أنت معروف على نطاقة الجامعة أن أنت أحسن واحد تكتب مذكرة ولو دكتور محمد حكيم توظف في وزارة مثلا وكان يحتاج أحد بهذا يقول فيه هذاك طال شكرا جزيلا اليوم أنا أحتاج أنا كنا نشتغل في مؤتمر وفجأة عارفين أنه والله فيه بنت ما شاء الله عليها حركية وتروح وتيجي ونعطيها ومدرمين ده إحنا اشتغلنا في مكان نبغى شخص حركي ومدرمين ده هل رح أجيب الغريب ولا رح أجيب إلا أنا عارف إنه كيف حيسوي عشان كده أحيانا تلاقي فيه مدراء تنفيذيين ولا وزراء تمام مش عندنا بس في أي مكان لما نيجي مكان جديد يش يسوي يجيب شلته شكرا جزيلا بس هذا ينظر له بشكل سلبي يعتقدوا إنه والله إنه واسطة ولا يجيب حبايب ولا 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 بس هو في الأخير يش يقول لك أنا مطلوب مني شغلة معينة وأبغى أوصد بأسرع طريقة معينة فعندي خيارين يا أشوف الناس اللي موجودة وأنا هشوف الناس اللي موجودة بين الناس القديمة تمام فأنا ماني مجبر عليك عاطفيا ملازم أصبر عليك أنا أبغى واحد اتنين ثلاثة أنت لسبب ما ما قدمته أنت شاطر بس لسبب ما ما قدمته الواحد اتنين ثلاثة تمام إيش يسوي معسى وأجيب اللي يقدر يزويلي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وأنا متعود وعارف كيف حيسوي الشغل الآن هل هي صح ولا خطأ هذا موضوع ثاني تمام فيه شيء أنا أحس أنه ناس ما تتوقع حجم أهميته في العمل وكذا اللي هو الثقة مقابل المهارة يعني فالمدير أو الوزير يبغى ناس يثق فيهم حتى لو كانوا كمهارات شوي أقل ولا ناس مهارات معالية بس ما في ثقة بينهم طبعا وأنت يالي زعلان من هذا الأمر لو صرت يوم من يوم وزير أو مدير أو رئيس تنفيلي ستفعل نفس الشيء طبعا أنا كنت إنسان في النهاية والعمل ألاقة إنسانية جدا أبغى شخص أثق فيه جدا أعطي الموضوع وأنسى الموضوع وأدل أنه بيصير جدا واليوم إنت لو تطالع في المدراء التنفيذيين اللي موجودين حولنا والوزراء اللي موجودين حولنا اليوم ليش في بعضهم إلى الآن صامد ومع أي تغيير وزاري تلاقيهم هم موجودين ولا لا ولا شيء وكذا ولا أصلا ليش تلاقي فيه شخص معين دائما عنده ملفات خلاص ليه لأنه نقص لا لأنه معروف شخصا فلاني لو جاته الشغلة underestimate over the level دائما فبالتالي هذه شغلة ضروري الواحد يبدأ يشتغل عليها العلاقات ضروريها أقول وشو فيه مرة صحة ما هي سهلة إنك كيف تفصل بين نفسك وبين عملك وبين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية وتعاملات الناس مختلفة وطبايع الناس مختلفة الناس اللي موجودين في منطقة معينة في المملكة غير الناس الموجودين في منطقة معينة أيضا فلما تحطهم مع بعض حيانا ممكن أنا وإنت مثلا جايين من نفس المدينة ولا جايين من نفس المكان عاطفيا نرتبط وبعض بس مع أحد ثالث داخل من المنطقة مختلفة مش معاتلنا نكره أو يكرهنا ما يولف على هذه الطبيعة حلو دخلت الهيئة الملكية دخلنا الهيئة الملكية بهذا الشكل أنه كان في محاضرة رح تساعدتها قدمتها توصية فلان طلع كان بيطلب أحد أقلم أبغى أحد في تجربة الضيف أكلمني رئيس التنفيذي على هذاك الوقت طلب مني شوية أشياء قدمت له هي وأنا معرفه من غير مخابر مالدي هذه ثقة يعني مع أنه مو من حقهم يسووا كذا بس صارت ما حيطوني راتب ما أشتغل بس لا أنت تستثمر في ثقة الناس هذين فيك وتقول أنا معاكم صارت وعلى فكرة إلى اليوم علاقتي بهذا الفريق وترى ما هي انتشن إنه ما عطوني راتب يعني لخبطت عقود والأمور هذي كلها بس أنا كنت كل يوم أروح المكتب وأقدم أفضل من المطلوب مني معني ما كنت أعرف بس أحاول وأتعلم وأسأل وأسوي وأفعل الحمد لله الطبيعة الشخصية أني مريح وأروح وأجي وأتحرك وهذه الأمور كلها فسار ترى يعني أوكي يمكن ما يعرف في الأمور التقنية كثير بس ترى في دبرة عنده أيو يعني نجيبه يعني إذا لو علمتوه ده ممكن يسوي ما يتسوي عنده أنا اللي أبغي الشباب اليوم يطلع بكثير من الحاجات من هذه الحلقة أبغى فيك البداية لأنه الأشياء التانية أخليك تروح تاخد كورس في هارفرد وتجيبه أخليك تروح تاخد كورس في آيم دي المعلومة سهلة سهلة كسبة سهلة كسبة بس العقلية العقلية والصبخ والأوبننس هادي والإنفتاح إنك تتعلم وتسوي وتفعل جاء هذا الشخص وقال لي أباك تكون في فريق ناس في الهيئة الملكية بدأت مع الهيئة الملكية بعدين أنا بطبعي ما أحب موضوع التحذبات ومدرمين أنا جاي أدي شغل وممشي كثير من الناس وأنا بحضر لهذا قولني باك تتكلم على موضوع علاقات وبيئة العمل طرعا ما أحد يدفع لك فلوس عشان تجي تلعب طرعا يقول يقول إذا الناس اللي في ديزني حين تشتكل من ضغط العمل ديزني اللي أحلى مكان في العالم وعلى فكرة رفيه دوكيمنتري على كيف الألم في تعب ديزني وده الأمور البنت اللي تمثل شخصية ريبونزل ريبونزل اللي شعرها مرة طويل تمام في لها مقطع تذكر شفتوا إنه كيف الألم والتعب اللي موجود لأنه الشعر ثقيل عليها فكتفها طيخ لهذا لكنها صابرة على لقمة العيش على قولهم فبالتالي بيئة العمل إلى حد ما تستحمل تمام يقول لك ميتا تكون توكسيك كرامة أنا شو كرامة الإنسانية أي بضع ميتا ما الواحد والله يوصل إلى كرامة ولا والله أنا ما جيت لهذا المكان عشان والله واحد يغلط علي ولا يغلط على أهلي ولا يعني ترى رح شوف لك أحد تاني تجيبوا هذا الموضوع ولكن لازم أنت تكون في هذه بيئة العمل تفهم شي واحد أنا من الساعة 9 إلى الساعة 5 أو من الساعة 8 إلى الساعة 2 أو متى ما كان هذا الدوام ترى أنا وأنت في هذا المكان يعني خلين نقولها بالعامية مشبورين على بعض نستحمل بعض بهدفه بأخلاقه في إطار معين بعد الساعة 5 ترى مو لازم أقابلك ولا أطلع معاك ولا نشرب قهفة ولا شي لك مني الاحترام والود والتقدير لكن ضروري تتعامل شكل رسمي ضروري إنك دائما تتعامل تتعامل وإنك دائما وهذه مسؤوليتك أنت ما هي مسؤوليتي أنا ضروري إنك دائما تعرف اللي هم المغنيين الhip hop 50 cent وهدول أنا أحب في الدزاين أحب أخذ شي صار في مكان ما وأجيبه هنا فعشان كلا أضرب أمثلة بأشياء غريبة بس هدول 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 زي الفارن حط في زاوية تمام على الرغم من توجهاتهم اللي كانت جدا خطأ ومنافية للمخدرات والأمور هذه كل اللي احنا ما نمشي عليها لكن في النهاية بالنهاية ودحن نادمين على بعض الأمور اللي كانوا يساووها سابقا بس they did وthey hustled وthey worked around وراحوا حوالين وسووا وفعلوا ولقوا لهم ودبروا نفسهم من أين ما وصلوا لهذه الطريقة نفس الحكاية صارت معايا أنا أنا في النهاية كنت أشتغل في مكان في برنامج خاص بضيوف الرحمن جاتني فرصة إني أنتقل إلى الهيئة الملكية انتقلت داخل الهيئة الملكية وأنا أعمل في الهيئة الملكية مرة ثانية شخص آخر مختلف تماما سأل قال يا جماعة الخير أحتاج أحد في تجربة الضيف وأحد يقفل يخلص قالوا له أسمع في واحد اسمه محمد حكيم كلموا جاء قابني هذا الشخص قال لي إحنا عندنا نبقى نسوي موسم جدة قلت له أنا أعرف اش يعني موسم جدة موسم جدة لجب أن نسوي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة قال لي بالضبط قلت له أنت تحتاج تعمل واحد نين ثلاثة أربعة واحد ثلاثة أربعة هذين أعرفت وأنا شغال في مكة أعرفت أنك لازم تسوي كذا قلت له لازم تسوي كذا ولازم تفعل كذا ولازم تنتبه لكذا قال لي أنت معا قلت له أنتكب معا وأنا شغال في مكة ما المهم أشتغلت بعدين بشكل مؤقد في موسم جدة في تجربة الضيف اللي هو أول موسم لجدة بعدين رجعت الهيئة المراكية مرة تانية وأسسنا كنت في الفريق اللي بيأسس كدانا طب الآن سؤال هل أنا عمري في حياتي أسس شركات بس كنت في فريق دوري كان في الفريق I get things done أنا أقفل أنا في عملي أشمر والشغلة دي حتخلص يعني حتخلص هي بالقوة هي بالمروة هي بالسهر هي بدي حتخلص وما حتخلص بشكل عادي حتخلص بشكل أبل حتخلص بشكل جوجل حتخلص بشكل ديزني حتخلص بشكل بسيط وسمبل وأنا أحب وحكاية القصة وأحب التفكير التصميمي وأحب التصميم والخطوط والنظافة والمنمالست هذه كلها تجمعها مع المحامي والقانونيين مع حقون العمليات والأوبرايشن مع المهندسين كذا السيركل والدائرة تكتمل بعدين اشتغلت في كدانا كدانا انتهينا منها جات إدارة جديدة في كدانا هنا نقطة التحول الخطيرة جدا وهو استقالتي من العمل الأكاديمي واستقالتي من الأمان الوظيفي واستقالتي من الجامعة كانت في سبتمبر 2021 قبل سنتين للضبط بس طولت تلعب بالحبلين يعني فاللي حصل أنه أيام الكورونا سألت نفسي سؤال هل أنا سعيد في عملي تعرف أيام الكورونا أي سؤال من مثل هذه الأسئلة سؤال وجودي كنا نشرد منها أنا مشغول يا مخي أنا مشغول أنا مشغول في كورونا أنت مشغول أنت فاضي ما عندك إلا أنا أنا ومخ هل أنا سعيد في عملي شوف كلنا نعرف إذا نحن سعداء ولا ما نحن سعداء كلنا نعرف إذا نبغي الشي ولا ما نبغي الشي ستعرف بس إما أننا نتجاهل أو نتغاضى أنا وصلت إلى قناعة تامة أنه عملي كدكتور في الجامعة مع أني كنت على شعادة طلابي إن شاء الله أنهم صادقين أني من أفضل الدكاترة في المحاضرات والأمور هذه كلها لكن ما كان عندي الأبيتايت ولا كان عندي فكرة وحلاوة أني أكمل في موضوع البحوث خلاص ما قدمت ورقة علمية ما انقبلت إلا بعد ثلاث سنين فما أني حمل هذا الموضوع وهذا شرط أساسي في موضوع الترقي وعندي فرصة ثانية اللي هي موجودة في كدانا ما زالت فرصة وموجودة ويبغوني وأنا بعدين هعرج على نقطة في كدانا فوضعت أمام خياري طيب الآن في مخاطرة أني أترك العمل الأكاديمي هنا في أمان وظيفي وأموري طيبة وده صحيح الراتب ما هو على قد ما أبغى وسكن ووظيفي للأبد ومور طيبة وفي كدانا في تحدي أنا بأسوي بأفعل عندي شخص مؤمن فيي من الأمور هذه كلها يبدأ عاد تقييم الخيارات كيف أخذت هذا القرار اللي أعتقد أني نمت وصحيت واستقلت هذا واهي هذا الكلام لم يحصل أبدا ما حصل هو تفكير عميق جدا وكثير جدا وأسئلة نفسية ووجودية كثيرة جدا استخارات كل يوم وليس الاستخارة اللي هي يا رب نحن إن شاء الله أسمع صوت برق وليش إنه فيه شي هذا لا لا واستشارات استشرت عائلتي استشرت أصدقائي استشرت ناس قريبين مني واستشرت ناس فقط يعرفوني واشتغلوا معاين طبعا ما استشرت ناس ما أعرفهم لأنهم ما حيعرفوا التقييم الأساسي أتذكر واحد من الأصدقاء الله يذكو بخير وحسن باشا مخ أعرف من أيام برنامج ضيوف الرحمن من لما بدأنا وبعدين اشتغلنا مرة ثانية فسألتوا هذا السؤال قال لي محمد ترى الموضوع ما هو من رسعه ولا هو من رسعه لكن اجلس مع نفسك ورقة حط الخيرين وحط الميزات أنت إيش أولوياتك في الحياة اليوم أنا أول ما اتخرج من الجامعة أولوياتي في الحياة كيف كانت وبعد ما اشتغلت أول وظيفة أولوياتي في الحياة إيش كانت يعني لو تتذكر لما قلنا موضوع على ابتعاثه سابق أولوياتي إيش كانت بحث أبادرس هذه الأولوية لشان كده اخترت البحث أولوياتي كانت اليوم مصدر مالي جيد طبعا مصدر مالي جيد أنا أضحك على بعض وأقول لا والله المال ليس ضروري أنا عندي ضروري هذا واحد رقم اثنين أصلا النظام الأكاديمي بيتغير ونظام أعضاه هي التدريس ونظام الجامعات أصلا بيتغير فحيوصل إلى مرحلة أنه ترى الأمانة الوظيفة ده حيتغير فهل هذا المكان اللي أنا أشوف نفسي فيه طبعا لا مع التغيير طيب هنا أنا باشتغل في شيء مدراستي بس سهل بس أحتاج أنا أستثمر في نفسي أكثر وفي تحديات كبيرة ممكن نشتغل على أشياء مرة كبيرة وما تصير أو تصير بعد فترة من الزمن لكن المردود المالي والصحي والتأمين الصحي وهذا موجود هنا عندي قائد يؤمن فيه وهذا جدا ضرورية للقادة والتنفيذين الموجودين في الشركات آمنوا بالشباب والبنات اللي موجودين معاكم أنا لولا الله ثم أشخاص آمنوا فيي ما كنت لأكون جالس في هذا الكرسي أقول أبقل صراحة لا هي شهادتي ولا هي مهاراتي ولا هي أخلاقي ولا هي إنما هي هذا كله زائدا أشخاص آمنوا فيي وبقدراتي وشافوا شيء فيي أنا ما كنت شايف أمانة رئيس التنفيذ السابق رئيس التنفيذ الحالي رئيس ميز دارة الحالي رئيس التنفيذ اللي قبله كلهم أشخاص شافوا شيء في هذا الإنسان ممكن يوصل الآن هل أنا دائما كنت قد توقعاته لا هل أنا اليوم مع رئيس التنفيذ كل يوم بأبلغ توقعاته لا أحيانا يمكن تجيله خواطر في باله خسارة يعني محمد ما هو زي ما أنا ما أتوقع وأحيانا يقول الله محمد من جد مو زي ما أنا أتوقع سيكد الحياة لكن في الأخير محمد دائما هيشتغل على نفسه إنه دائما يوصل للي هو فضروري الإيمان بالشباب والبنات اللي موجودين اليوم أتوقع يعني عندنا قائد ملهم يعني واضح موضوع الإيمان في هذا الموضوع فكل هذه المواضيع خلتني أوصل لقرار إنه والله اليوم الجامعة ليست المكان المناسب لي أني أكمل وقتها أيضا فاستقلت وأخد قرار في نفس الوقت أنا لازم يكون عندي بنتور ولازم يكون عندي موجه في حياتي اليوم ما يسموهم مش اللايف كوتش أكتر يكون كارير كوتش في هذا الموضوع لي؟ لأنه أكيد في قرارات إذا كان هذا القرار لا في قرارات أصعب وفعلا بعدها بكم شهر كان قرار الاستقالة من كدانا وترى قرار الاستقالة من كدانا كان أصعب من قرار الاستقالة من الجامعة لأنه كدانا أنا بدأتها مو أنا الفريق بدأها وهي كانت فكرة على ورق تخيل هيا ملكية قالت إحنا بنعمل شركة مملوكة للدولة ابدأوا يا شباب فاشتغلنا هنا واشتغلنا مع الجهات ومع الدنيا ومع هذا وتعلمت أشياء كثيرة جدا 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 في تأسيس هذه الشركة كان بنتك أو ولدك فتجد تقول لي اليوم سيب كدانا وأطلع روح مكاننا ثاني يعني كان كان صراع نفسي كبير جدا 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 بس اشياء حاتم سويتها قبل كده ولا ما سويتها سويتها قبل كده فايش اللي صار جلس مع نفسي ثاني وذا تقييم الخيارات وجلس مع موجهين جلس مع مرشدين وجلس مع ناس هذا واستخرت وفي النهاية طلع القرار إنه لله اليوم الأفضل لي إني أترك كدانا وقطاع الحج والعمر اللي جلس فيه ستة سبعة سنين ويمكن نعتبر الآن لو تسألني أي سؤال أقدر أجاوب فيه إلى قطاع مختلف تماما عن اللي أنا متعود عليه اللي هو قطاع الإبل وقطاع أنا أشوف قطاع جدا مهم وممكن يصير فيه شي والحمد لله يعني سواء كان رئيس ما استدار الله يحفظه أو الرئيس التنفيذي الحالي الله يعني يبارك فيه يعني في عندنا دعم مرة كبير إننا نقدر نبدأ نسوي ونفعل في هذا الموضوع هذه هي البيئة هذه هي البيئة اللي أنا اليوم موجود فيها والخيار اللي أنا أخذته جميل يعني دائماً لمن يجي ضايف يحكي قصته هذا الفقرة المفضلة في عملي وفي مربع وكلا وأشعر بثقة للموضوع إنه هذه هذه حياتي السلام عليكم هذه حياتي تفضلوا على الورقة جميل بس هل في هذا العمر ما أبغى أكبرك بزيادة بس أحس كلما الواحد يتقدم في العمر وتصير القرارات الانتقال أثقل و أصعب هل تشوف نفسك عادي تسوي نفس هذا الخطو عمرك 60 عمرك 50 عمرك 70 اليوم أقول لك زمان كنت أقول لك يمكن أخاف لكن اليوم المخاطرة تختلف من شخص إلى آخر المخاطرة في نظري قد تكون ليست مخاطرة لك ولا ما كان في سكايدايفين ولا في واحد يطلع يتسلق الجبال واحد ينط مدري من فين واحد يسرع واحد يسوي واحد يسوك فورميلا ون واحد يسوك طيارة وواحد يجلس في بيته ما يسوي ولا شيء بس هناك مخاطرة أكبر لو ما سويت الشيء فالمنتور اللي أنا بتكلم معاه اليوم في موضوع الكرير وموضوع العمل لما سالته على موضوع كدانا والإبل والانتقال من قطاع الحج إلى قطاع الإبل فقلت له أنا خايف ومخاطرة قال لي طب لو ما سويت إيش هتخسر إيش ممكن تخسر لو سار لو رحت ما ضبط ما ضبط إيش هتخسر فأقولها نفس الكلمة اللي قلتها لما أنا استقلت من الجامعة لما نقلولي بس هذا الأمان الوظيفي أنت كده هتروح إلى مكان ترى ما تعيش وما تطول لأي سبب من الأسباب مدير جديد يقول أنا ما أبغى أي أحد من الإدارة الساق مثلا أو شخص ما تتوافق معه فكريا ولا هذا ما يبغى لأي سبب من الأسباب قلت لهم أنا الأمان الوظيفي قل بساطة الأمان الوظيفي أنا الأمان الوظيفي وليس الوظيفة هذه والثقة هذه يعني الحمد لله متد من ثقة في ربنا سبحانه وتعالى أنا توكع على الله سبحانه وتعالى في النهاية والرزق بيد مين صراحة كده بعيدا عن اللي هو الواحد يحاول أنه يكون لا بس فعليا الرزق بيد مين الرزق في النهاية ترى بيد الله سبحانه وتعالى والفرص موجودة الفرص موجودة إلى أن توضع زي الفار اللي في الركن هتعرف تدبر نفسك لما تنحط في الزاوية هتعرف تدبر نفسك لا تشيلهم بشد أنت مؤمن أنه ما في فرص يصير ما في فرص هذا اللي يعني يجلطني أنت قاعد تقول والله ما في فرص خلاص طيب ما في فرص شكرا ما أحد تشوف الفرص خليني أحكيك حكاية أنا كثير شباب وطلاب وطالبات يستشيروني في مواضيع المهنية وحكم خبرتي وليس بحكم ذكائي أو شي خليني أحكيك حكاية وحقول اسمها الأول فقط بيان من جزان مرة من المرات كان في عندنا تعرف أحيانا أدعى إلى بعض المؤتمرات وإذا إني أكون مثلا أمسي ولا أكون مقدم للحفل أو شي فكان في شي لرياضة العمال في جزان وأنا خارج وقفتني سيدة بنت سلام عليكم عليكم السلام أنا اسمي بيان هذا ممكن استشيرك في موضوع تفضلي قلت لي أنا كذا مرة قدمت أبغى أكون مدرس طيب وحب أسير مدرس ما يرى تضبط معي ما أقدم تعرف الأرقام ومدرمين وده طيب يعني قلت له أنا شخصيا إذا بتسمعي رأيي ما لك تقدمي مرة ثنين ثلاث ألف إن شاء الله خمسة ألاف مرة أنا لا أؤمن إنك مرة مرتين وما يمشي الموضوع كما قلت بس يعني كذا مرة حاولت وفعلت وما هي ضابط حاول إن شاء الله واتوكع على الله وإن شاء الله قلت له طيب يعني هحاول له مدرق قلت أنا في الوقت الراهن دحين جالس أسوي ميكب فنشوفك قلت قلت ماذا تفعل ذلك؟ قلت يعني عشان ما في مصدر دخل وليس كيف أنا أحب أسوي ميكب دعو أعرف أسوي ميكب ويعني بأسوي ميكب هنا في الجيزان مثلا عرايس ومزي كذا ويطلبوكي قلت إيهوة أنا ما لحك لا نعم قلت والله ما لحك وعندك صالون قلت لي لا لا أحيانا أروح لصالون معين أنا متفقة معاهم بطريقة أو بأخرى إنو أنا دعم إذا عندي عروسة أجيب لكم عشان أو أروح لهم الفرحة أو أروح لهم طلعوا بتطلعي فلوس قلت لي والله الحمد لله فيها خير بس أنا أبغى سين مدرسة أو مدرميين قلت ليش فيه قلت ليش فيه تادي حرقة حرقة مسكنا ورقة وقلب مش بتسوي أنت في المكياج كم بتسوي كم بتفعل طلعت والله الدخل كويس طلع طيب أنسي التدريس خلي التدريس قدمي للوزعر قلت لي على الجن طلعوا أبغاك فيه أحد معين ميك أب بتروح تتعلمي منه قلت لي والله فيه واحدة في جدة نفسها روحي 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 قلت لي بس ما عارفها طلعوا دبر نفسك روحي لهادي وتعلمي منها كافة التكنيك سمدرين طلعوا وبعدين رح جبيلك موديل جيبي مصور تقدري قلت لي واقدر عاد طبس وأبدأ في السوشال ميديا تنزل الموضوع هذا قبلتني بعد أربعة سنين بعد أربعة سنين من أشهر الميك أب أرتس اللي موجودة في جزائي عندها لين ما دم تسموه هذا الرموش وبتفكر تعمل لين للإكستنشنز والله وبتفكر إنها تفتح صالونا المبدأ اللي بدي أقوله أحياناً إحنا نفكر كده بس تلاقي الناس فيه عندها شي بتسويه ومبدعة فيه وشاطرة فيه بس خايفة خايفة من المخاطر طب لو سابت الموضوع وهذا فيه خوف من المخاطرة أكبر عشان كده أنا بأقول دائماً لما نجيس مع أحد شاب ولا بنت كده ويجيس يحكيني ومدرمين ده بس أبتسم أقول لي أقول تراك سويتها قبل والله العظيم تراك سويتها قبل بس اليوم المرحلة صارت أصعب شوي بس يتفهمني اللي عد باللي عدناه أول في المدرسة ولا الجامعة ولا كان على وشك رسوب وداه أو مثلاً بسبب غلطة معينة دخل نفسه في متاهة وبعدين قدر يطلع نفسه منه هي نفس الشيء بس اللهم الآن لازم تستخدمها في أماكن أخرى اليوم القصص اللي زيه أو غيري هي فقط أنه كده بس تولع لمبات فوق الشخص بس أنا أعتقد كل إنسان اليوم يطالع في هذه الحلقة أو ما يطالع حتى في هذه الحلقة له قصة ومر في هذه القصة بأبس أن داونز بنزلات وطلعات ونجح فيها وعدة اللي بربي اللي مر بعلاقة زوجية لم تنجح وعدة وتغلب على أمور نفسية فيها شك حيعرف يعدي بأي شيء ثاني اللي مر بتجربة مرض والله سبحانه وتعالى شافاء وعافاء وكانت تجربة قاسية اللي مر بتجربة فقد لشخص ومر وعدة وهذه تعتبرت اللي مر بمرحلة رسوب والناس كانت تتريق عليه بسبب رسوب وفي مادة سهلة أو صعبة وده هذه نقطة فشل كده حديتها اللي مر باستقالة اللي مر بتفليس شركته اللي مر بنجاح في مكان معين ويبغي ينجح في مكان تاني كلنا عندنا المين انجريدينس اللي هي الوصفات الأساسية لأي حاجة احنا نبغىها في الحقيقة بس الباقي إننا فتح هذه شوية ونبدأ نطبقها علينا هذا رقم واحد نشتغل على علاقاتنا ونشتغل على توقعاتنا في هذه العلاقات رقم ثلاثة الفرص لا تنتهي أبدا 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 لما تشوف الناس اللي في المناصب العليا والناس اللي أنجزوا ونجحوا وكذا تتفاجأ أنه شخص عادي غالبا ما هو ذكي جدا أو عظيم جدا شخص عادي بس أنه ماشي وماشي وماشي وصامل 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 وسووا صح الأشياء البسيطة العادية الصح ألف مره وربعه وصامل وخالي وسووا أشياء خطأ مر كثير وأكل على راسه مر كثير فصار ما يصوى الخطأ مر ثاني بس ما زال يستمر يعني أنت بتفهمني اليوم ما في وزيري غلط ما في وزيري يعتقد شيء ويغلط ويعتقد شيء ما في قرار توقعنا أنه يكون صح بعد أن رجعنا فيه ورح نخذنا الطريقة الثانية هل تقدر تكون طول عمرك موظف لا يعني قد يكون عملي في قطاع لبل يمكن هو آخر وظيفة يمكن لا يكون بعدها يمكن فيه أشياء ثانية بس أعتقد يعني في بعض الأفكار اليوم موجودة عندي أني أكون مثلا أخذ توجه موضوع الاستشارات وموضوع المنتور وأني أكون يعني الكوتش في هذا الموضوع فهذا وان تراك حاطه في بالي في تراك ما حقدر أقوله هذا سري جدا يمكن أن أقول لك كلهم بنطف في الكاميرا تفجير في البال حواس أيضا موضوع العمل الخاص والبزنس والفرص أني يكون عندي شركة خاصة بس ما أبقى سويا الحالي أنا من الناس اللي ما أعتقد ما عندي مو قوتي أن يبدأ الشي الحالي لكن أنا أحب العمل كفريق ما توقعتك ترد كذا توقعتك تقول أنه في في يعني الناس تايما تربط الوظيفة أنها أقل بعدين العمل الخاص أنه أعلى بينما في وظائف جدا عالية وتقدر تكون فيها براتب جدا جدا عالي طبعا أنت في هذا الخط ما شاء الله تبارك الله وبأخذ منك سلف بعد شوي بس بحجة الرياض كمان خلاص ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ف يعني هذا السؤالي أنه أنا مني مع الوظيفة ما تجيب دخل وإنك تبني عملك الخاص وموضوع الوظيفة عقودية وأنا أنا مني مع هذا زي ما فيه أنتربنور فيه موظف نور أنا أنا كموظف أقدر بالعكس أكون في بدخل عالي جدا و أنت بتشوف هذول يجينا التقارير مزلا دخل الشركات والبنوك بشركات مدموجة مع بعض دخلهم هما بس ما شاء الله تبارك الله لكن بالعكس أنا مثل ما وجدت الفرصة فأنا موجود فيها سمو سيديش قال المدافر إحنا نعمل في الفرصة هنشتغل عليهم كلهم إلا تضبط معنا أهلا ومسهلا وإلا ما تضبط معنا هنعرف لأي ما ضبطت معنا ونخليه تضبط معنا أنا نفس الحكاية أنا في النهاية مو بس أنا أنا بتكلم بلسان أي شاب اليوم بيطالع فيه أو أي شخص بيطالع فيه أنت قل دامك فرص اليوم الفرص بتعرض عليك الآن ليش عرضت عليك ترى لسبب يعني لما نجيك التليفون يقول لك قالوا سلام عليكم عليكم السلام ترى والله إحنا المكان الفلاني باكتير تتوضف للمكان الفلاني ترى ما هي صدفة تمام لا ما هي لأنه إنت مثلا اشتغلت في مكان والناس بيدوروا على مواصفات معينة طلعت أنت يعني أو مثلا أنا توصلت معك أنت شخصيا وقالوا والله فلان الفلان نحتاج أو أنت مثلا كنت في موهبة على سبيل المثال وفست بالجوائز اللي بيأخذوها أو كنت فيني بعض الدورات المعينة عشان كذا أنا أبغى الناس دائما يضعوا نفسهم في الأماكن اللي الناس تشوفهم في برنامج من البرامج البرامج القيادة اللي مشهورة في السعودية اليوم نسختهم الآن الثالثة أتوقع أو الرابعة وأنا الحمد لله بكل فخير الآن ثلاثة مرات رفضوني وحستمر إني أقدم وإن شاء الله يجي اليوم اللي أنقبل فيه وإن شاء الله يجي اليوم يقولوا لي محمد نبغاك أنت اللي تطلع تتكلم كلمة الخريجين وأقول لهم ترى بس أحب أقول لكم سبع مرات فشلت بس الحمد لله بس ليش أبغى أكون في هذا المكان لأنه البول والمكان اللي موجود فيه هذا البرنامج قيادين فيه كثير هذا يوسع من نطاق النتورك مؤتمرات هذه اللي احنا بنشوفها اليوم سواء كانت في الرياض ولا في جدة ولا في مختلف المناطق هذه كلها تفتح طبعا مو لازم تروح وتقعد تفتح بمقرقة وقلام بس انت مين أنا مين بس لكم وجود يعني ابدأ نمي العلاقات إذا كانت في الشركات الأصول هي في كم يمتلك من أراضي ومباني وسيارات والكلام هذا كله أصلك انت كشخص من الأصول هي علاقات وانت بالعلاقات اللي انت تعرف who you know is what you know أنا وصدقني انت في هذه الحياة في نظرية تقول انت في هذه الحياة بعيد عن أي شخص في هذا العالم بستة شخص لأنه تقدر تصل لأي شخص تقدر تصل لأي شخص عن طريق ستة شخص من معاه وفي نظرية تقول ثلاثة بس فتقوية هذه العلاقات مهمة لأنه في بعض الأحيان يعني ما نحتاج أحد الآن فايش أول شيء رح أسوي ما حقعد كده أقول يا رب ألهمني ولا رح أكلم هذا حمسك جواني عارف الواتساب جروب حق الشباب مثلا دوبوا الاتحاد مهزوم ولا الأهل اللي رائع ولا محمد صلاح جانا ولا ما جانا بعدها كده فجأة شباب والله احتاج أحد بزنس دفال بالله فزعتكم الله يرضى عليكم خذ يا بو يدات اثنين ولا ثلاثة سيفيهات بس على ضمانتك أنا ما لي شغل هو أنا بس بعطيك أنت سوي معه من تنبيه وسوي معه من كلام كنت جالس مرة تقهو مع صديق صديق قديم يعني بس ما شاء الله عليه داعس داعس في الحياة مرة ما شاء الله تبارك الله فجاء اتصال كان بالنسبة لي غريب جدا فجاء اتصال من واحد من النصق يقول اسمع في الوزارة الفلانية كذا كذا في المشروع الفلاني الضخم كذا كذا فبيسووا لجنة لهذا المشروع ويبغوا رئيس لهذا اللجنة حيكون وكيل وزير ماذا رأيك تيجي فو يقول يا والله يا أخي أدري أنا الحين فكذا كذا مرتاح أحس وزارة ووكيل مدري خلني نشوف سأل الله أني ما توقع يا أخي ونقعد أنا ما أعمل في هذه الأحماكن ماني هناك فما عندي هذا الـ فكلي بعدين تتعلم بأنه إي عادي هذه الوزارة شخص والوزير شخص وهذا وكيل شخص يبغو شخص في هذا المجال تذكروا هذا الشخص لأنه هو يعمل شوه مشاريع كبيرة في هذا الشخص فهذا مناسب كذا جالسين هما يسول مو أنه يعني لأنها وزارة فهي يعني لا 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 أبدا بعدين في آلية لضبط هذا العملية تيجي بعدين صح أنه فلان أحس أنه جيد تعالي فلان استلمي يا شركة الموارد البشرية هذا شفوه هذا كويس ولا مور كويس قعدوا أسبوع معاه صح سووله 70 اختبار بالضبط أوكي يا شركة أوكي خلاص تفضل الله بالضبط هذا اللي يصير بالضبط مرة ثانية إحنا كمجتمع عربي العالمي أصلا حتى كمان الورد فماوث هي أعلى شي ترى وورد فماوث تطلع مطعم وتنزل مطعم نفس الحكاية تنطبق على الناس لكن هي السؤال كيف نقدر نخلي الناس تعرفك كيف تخلي دكتورك في الجامعة يعرفك كيف تقدر تخلي دكتورتك في الجامعة تعرفك كيف أعضاء هاي التدريس في الجامعة يعرفون هي وبس هم يعرفوني بعدين يقعدولي ويستقعدولي ومادري أي طيب هذا استقعد لكسي ورح اللي بعد الموضوع بسيط ما بغى بسطه ما هو مرة بسيط صعب لأنه الفكرة بسيطة الفكرة بسيطة بس يعني التنفيذ الصعب بس ما نعرف أنه اللقاء وما بغى أنه اللقاء بسنتاج جدا الله يسلمك بس شكرا والله والله عفوا وشكرا لك وإن شاء الله يكون عجبك الحليب وإن شاء الله لبقية إن شاء الله تكون حلقة مفيدة استفادوا منها شاو تكون مرجع لهم يا رب شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم عمل على إنتاج هذه الحلقة عبد الكريم العدواني في الإعداد في التصوير عبد الرحمن العطاس في التسجيل والهندس الصوتية يوسف إبراهيم في التحرير جميل عبد الأحد في التلوين عبد المجيد العطاس في الإنتاج أيمن خالد في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي رفقه ليس هيعطيهم لافي جميعا وإلى هل نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله كونوا بخير يا شباب خلصنا اللي يبغى حليب نياغ يجي أيها حليب نياغ حليب نياغ والله نياغ عالم جميل يعني ياس أنا ما عرف عنه أولا شي طبعا بس مرة كنت جالس مع أحد الأستقاء قاعد يشرح لي أشياء كانت صدمة ترى تقول لي شوف هذا الفيديو شوف هذا النداء شوف هذا كيف قاعد ينادي لخير حقتهم ضروري شوف هذا كيف إن شاء الله إذا صار مهرجان ملك عبدالعزيز تجونا يعني والله حماس ضروري تجونا والله مرة بالنسبة لي عالم كامل ما عرف عنه ملا شيء يعني لما انتلاقي أحد حاطت ملايين في ناقة طبعا هي لها أسباب ليش ناقة مليون أربعين مليون ناقة أو شيء كذا يعني هناك أسباب بس حب الناس حب صاحب الإبل للإبل مخيف مش عادي مخيف تبني يعني مخيف وكيف هي وحب الإبل وهي كيف تحب وهي هذا هذا غير موضوع الاقتصاد وكيف تقدر تستفيد من الكلام هذا كله وإنه مقارنة بحليب البقر والماعز وعزك الله حليب الحمير كمان ترى حليب الإبل هو أول من ناحية الفائدة كقيمة غذائية لا يوجد فياكتوز 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 ترى 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 هذه المنزل والحركات لا 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 هنا ترى ترى إنه شيء بس الإشكالية اللي عندك إنه إنتاجه بسيط لأنه الجمل ماهو مدر زي البقر آه فهذا جمال وجاه همف إنه يطلع لشوش نعم فأنت تحتاج تزود من إنتاج الجمل نفسه والعدد علشان تقدر تخليهم دي بريد مور 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 بكذا هذا شيء ما أحد قد سوى تاريخيا أنا ظني فعنده محل واحد نوق الآن بيبيع من خلاله وزحمة موت وهل حيتسوو في لاتهي مدري هذا الشيء فهو في قامة في نوق لاتهي نعم يعني أجل ما أعرف بس هذك كان عندي واحد صاحبي بشغوله في مرة في الموضوع يقول له شوف هذا الرائي يقدر ينادي الأبل وهي تتاكل وتشرب وتترك أكلها وتجي تخيل يقول لحاتم الأبل ما تترك شربها وأكلها بس هذا يقدر يخليها تترك شربها وأكلها وشوف شوف شوف هذا الفيديو هجي كذا فيديو الفلان الفلاني ينادي لهذا ويسأل أنه يعني من كثر ما يتثق فيه أي أي عشان كذا لو تشوف سباقات الهجن أو سباقات الهجيج ليش ليش يمشوا بسيارات جنبهم ويصرخوا عشان تسمعوا فيحمسها ويتعرف هذا الشيء خبعا لا 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 ما فيها كلام حتى في يعني أنا كنا في تبوك في الميزاين أول ما بدأت لهذا فأشوف كذا يقعن سرخ تلاقيه أكد فجأة تدور عليه تلاقيه وتمشي وتروح وتيجي لكن ما هو مختلف عن ترى اللي بيصير في العالم من ناحية عندهم كلاب وديكا ومدري إيش والكوليكترز هدول اللي يدفع لك في البوكيمون عميون ما تيكمل ناس حسب غسيلة موان ما هو غسيلة موان هو فيه فعلا ناس يعني معين مدري إيش ولا فحل يولد صحي صحي وهذا يبغاها يولد اللي عنده يعني سلام اكزاك اكزاك واملنا عدي رأي تروح وفي ناس يحب هاد الشي أشق له